اشتركوا في القناة يعني عن موسى فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال يا ابن جبير استقبل النهار فإن الحديث طويل توقع أنه بيقول لك كلمتين تفسير الآية بيمشي فقال عبد الله بن عباس لا استقبل النهار تعالي باتشر باتشر وفرغ نفسك ترى القضية بالطول سأذكر لك حديثا طويلا حتى تستوعب تماما ما معنى قول الله تبارك وتعالى وفتناك فتونة وفعلا في الصباح ثاني يوم جال سعم جبير لعبد الله بن عباس وقال طرق علي البقاء الله ما ايش معنى فتناك فتونة يلا من أول النهار الآن فذكر له حديثا طويلا طويلا وهذا ذكره الإمام النسائي في سننه وحسنه الحافظ بن حجر وكذلك الحافظ بن كثير وغيرهما حديث طويل يبين تفاصيل ما جرى لموسى فسنقف في هذه الدروس مع محطات حياته لقصة هذا النبي الكريم كيف كانت ولادته كيف كانت نشأته ما الذي جرى له في مصر كيف كان خروجه ما هو سبب خروجه ثم كيف اتجه إلى مدين وكيف عاش في مدين أو ما الذي جره له في مدين ثم عودته وإكرامه بالنبوة ثم صراعه مع فرعون ثم هلاك فرعون ثم ما الذي جرى لموسى بعد فرعون وقصته مع الخضر وبناؤهم لقبة الزمان وقصته مع قارون فأحداث عجيبة غريبة وقعت لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فاعرون القلوب والأسماع أحبتي في الله ولنبدأ في ذكر حوادث قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل في هذه الأيام من هذا الشهر الكريم الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنى فيه علينا لطاعته ونتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه كان بني إسرائيل يعيشون مع الفراعنة أو يسمونهم الأقباط وهم السكان الأصليون لمصر وكان سبب انتقال بني إسرائيل من أرض الشام إلى أرض مصر ما جرى ليوسف كما تعلمون عندما انتقل إلى مصر واتخذه عزيز مصر وفي نهاية القصة مكنه ملك مصر وأصبح يوسف هو عزيز مصر عزيز مصري يعمل رئيس بيش الوزراء وكان الحكم في مصر آنذاك حكما ملكيا فمن كان رئيسا للوزراء ملك مصر وهذا الذي جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام ثم جاء أهله إليه كما هو في خواتيم سورة يوسف واجتمع شمل الأهل ثم جلسوا وتركوا ماهم فيه وجلسوا وين في مصر إذن هذا هو كان والله أعلم بداية قدوم بني إسرائيل إلى مصر ثم استوطنوا ولا شك أنهم كانوا في عزة وكانوا في منعه لأن ولدهم منه يوسف هو ليحكم فكان لقومه شوكة وعزة لعزة يوسف عليه السلام وهكذا توارث هذا الأمر إلى أن جاء فرعون موسى وكلمة فرعون أو مصطلح فرعون هو الملك كان يسمونه الأقباط فرعون يعني فرعون يعني فرعون مو اسمه فرعون لقب مثل تقول ملك الحبشة يلقب بالنجاشي ملك الفرس يلقب بكسرة الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في زمانه أبرويز قيصر الذي هو هرقل المقوقس هو لقب لملك الإسكندرية وهكذا فملك مصر يلقب بفرعون فالفرعون الذي كان في زمن يوسف عليه السلام غير فرعون الذي كان في زمن موسى الذي كان في زمن موسى يقال أن اسمه الوليد ابن مصعب الوليد ابن مصعب هكذا كان اسمه قد تكون هذه ترجمة لاسمه الله أعلم المهم هذا تناقلها أهل التاريخ أن هذا هو فرعون موسى يسمى بالوليد ابن مصعب هذا الرجل كان ظالما غاشما استحيا بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ومعنى يستحيي نساءهم أي أنه يستخدمهم في الأعمال الشاقة وفي الأعمال المبتذلة مثل يعني الأمور الوظائف الشاقة والأمور المتواضعة فهذا معنى يستحيي نساءهم وكان قد جعل بني إسرائيل في نواحي القرية في نواحي البلدة ما يختلطون مع الأقباط مع الفراعين الذين هم علية القوم معزولين إلي يبيلا خادم ياخذ منهم إلي يبيلا كاذ ياخذ منهم فقط هذه كانت وظيفتهم وكان هذا الرجل جبارا طاغية ظلوما غشوما يسوم الناس سوء العذاب القتل عندهم مثل شربة الماي فسار الناس في هذا الوضع المزري الرهيب المخيف كما وصفه الله تبارك وتعالى بقوله في سورة القصص وهي من أكثر السور تذكرت تفاصيل قصة موسى وكذلك سورة طه وكذلك سورة العراف لكن من أكثرها سورة القصص يقول الله عز وجل إن فرعون قال إن فرعون على في الأرض تكبر وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يعني بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم أي في الخدمة المبتذلة والشاقة إنه كان من المفسدين هكذا وصف الله عز وجل حال فرعون ثم الأدهى والأمر والأعظم والأشد أن هذا الفرعون الطاغية أصدر قرارا بذبح جميع أولاد بني إسرائيل من الذكور كل ذكر يولد ذبحه على طول وأمر جنوده بأن يأخذوا معهم الشفار يعني السكاكين والقوابل قوابل الحريم لتولد جمع قابلة وأن يلفوا يدوروا على بيوتات بني إسرائيل ويفتشوا يقلبون المرأة الإسرائيلية بطنا على ظهر فإذا وجدوها حاملا ضبطوها ضبطوها يعني راقبوها فينظرون وتأتي هذه القابلة ثم إذا وجدت الوليدة ذكرا دفعته إلى الشفارين الذباحين فذبحوا جبروت استمروا على هذا الحل سنة سنتين ثلاث أربع قبل أن أكمل ما الذي جرى بعد ذلك كان سبب هذا القرار الفرعون الظالم الخبيث المجرم سببه أنه رأى رؤية رأى رؤية زعجته قام فزعا ثم دعا جلساءه وطلب بني معبر له هذه الرؤية فعبروها له بأنه سيولد من بني إسرائيل ولدا ذكرا سيكون ذهاب ملكك على يديه هذه القصة المشهورة في سبب اتخاذ فرعون هذا القرار على أنهم قالوا سببا آخر قالوا إن بني إسرائيل كانوا يتحدثون فيما بينهم أن الله عز وجل لقد بشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أتى مع زوجته سارة إلى مصر يدعوهم إلى الله وعلم ملك مصر آنذاك الفرعون في زمن إبراهيم عندما علم بقدوم سارة عن طريق عيونه التي كان يبثها وكانت سارة أجمل النساء وكان هذا الرجل مولعا بالنساء وطلبها وراودا كما تعلمون وحماها الله عز وجل فأوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أن الله سينتقم من ملك فرعون وسيخرج من صلبك يا إبراهيم من يكون هلاك وذهاب ملك فرعون على يديه هذه قصة هذه قصة ثانية ولذلك كان بني إسرائيل توارثونها خصوصا مع اشتداد الظلم من قبل هذا الظالم فكانوا تناقلون وينتظرون ويجتهدون في أن يخرج هذا الولد الذكر الذي تتحقق البشارة على يديه على أي حال سواء كانت هذه أو الأخرى المهم هو بلغه إما عن طريق المنام أو عن طريق هذه النبوءة بلغه أنه سيخرج من بني إسرائيل من يكون هلاك ملك على يديه فلذلك اتخذ قرارا بقتلهم طيب سنة سنتين ثلاث أربعة خمس عشر بعدين طيب ما الذي جار أصبحت الفجوة كبيرة لأن الذين كانوا يخدمون الأقباط أو الفراعين من بني إسرائيل كبروا وشاخوا ولم يستطيعوا يعني يقوون عن هذه الأعمال الشاقة وفي المقابل ليس هناك صف ثاني تقتل أنت الذكور فوقعوا في مشكلة فذهبوا إلى فرعون فقال إذن هناك سنة ذبح وهناك سنة سماح وسار الناس على هذا الأمر سنة ذبحون وسنة سماح قدر الله تبارك وتعالى والله حكم بالغ أيها الإخوة ما تجرأ مخلوق ظالم رعديد وأعلن التحدي لرب العزة والجلال إلا أتاه الله من مأمنه الله عز وجل بقدراته سبحانه وتعالى أن يجعل ولادة موسى في سنة السماح ليس كذلك بلى ولكن الله سبحانه وتعالى زيادة في نكاية هذا الظالم الرعديد أراد أن يكون موسى في سنة الذبح ولد هارون أخو موسى في سنة السماح حملت أمه ومن تقدير الله لها عندما قلنا أن هؤلاء العسس كانوا لفون كانوا لفون في كل سنة الحين لا سنة يرتاحوا وسنة اللفون يلفون الجنود معهم القوابل يتولد ثم تدخل تفتيش على طول على نساء الإسرائيليات وتقلبها تفحص حامل محامل سبحان الله على أنه اقتربت ولادتها ولكن الله عز وجل أخفى هذا الحمل يعني هم تولد في سنة هذه يبين سبحان الله كان حمله خفيفا لم يظهر لم تظهر آثار الحمل على أم موسى من الذي يدبر له الله كما قال الله عز وجل وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ في يدها ما تصنع سيقتل لا محالة وكانت دوريات التفتيش في كل يوم كل يوم طبعا وضعته سرا مع قواب لبني إسرائيل وأخه وأمره وفي كل يوم يجيئونها يفتشون ماذا كانت تصنع الطفل ما تحكم فيه يبكي يصيح ما على كيفك فصنعت له تابوتا وكانت إذا تحينت اقتراب هؤلاء المجرمين للتفتيش تضع موسى في هذا التابوت وكان بيتها قريبا من نهر النيل فتضعه في هذا النهر وتربطه بخيط وتشد الخيط إلى بيتها عشان ما يروح بعيد وتقذفوا في اليم يجون فتشون طالعوا ما في شيء إذا خرجوا خرجت وشدت الحبل ثم أخرجت موسى وهكب وأيضا هذا كان بتدبير الله عز وجل هذا كان بتدبير الله عز وجل أنه هو الذي سخر لها أن يقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم إلى الساحل يأخذه عدو لي وعدو له في يوم من الأيام وهي في هذه الظروف المرعبة المرهبة يعني تخشى أم موسى من صوت الباب ومن صرير الباب فكانت تهروا المسرع إلى ولدها جو رعب ذبح القضية مغش وراء ففي وسط هذه الربكة نسيت أم موسى نسيت أم موسى أن تربط وأن تضبط الخيط وراجعت وراجعت مسرعة لقدوم هؤلاء ونسيت أو أحسن أن نقول أنسيت من الله عز وجل أن تربط الخيط فجرته المياه وأخذته وكانت قد أغلقت هذا التابوت طبعا خرجت مسرعة لم تجده كانت أن تموت كما قال الله عز وجل وأصبح فؤاد شوف شوف الصورة وأصبح فؤاد أم موسى فارغا خلص الفؤاد القلب فرغ قلبها من كل شيء إلا من موسى فنزل بها من الهم والغم والبلاء أم تفقد ولدها ورضيعها في اليم الأم لو تضيع ولدها بأي مكان مكان مغلق ما يصير فيها كيف هذه الآن أضاعته في اليم وهناك من يتهدده بالقتل قدر الله عز وجل أن يصل هذا التابوت ويحمله الماء إلى الضفة الأخرى حيث مسكن فرعون قصر فرعون وكانت جواري امرأة فرعون آسية بنت مزاحم وكانت أنا ذاك على الكفر وعلى ديني هذا الخبيث المجرم فرعون كنا الجواري يختسن عند ضفة النهر فوجدنا هذا التابوت التقطنه ولكنهن هبنا وخشينا وخفنا أن يفتحنا التابوت يعني قالوا ربما يكون فيه أموال وذهب فإذا أتينا بالتابوت مفتوحا نتهم أننا أخذنا شيئا فلذلك هبنا أن يفتحنا التابوت وإنما حملناه مباشرة وذهبنا به إلى سيدتهن وهي آسية بنت مزاحم فتحته لأول وهلة عندما نظرت إلى موسى الرضيع وهو في التابوت قذف الله حبه في قلبها وهذه كانت من آيات موسى عليه الصلاة والسلام أنه ما رأاه أحد إلا أحبه ليس فقط أحبه حبا عاديا يتمكن حبه من شغاف قلبه لأول نظرة وهذا لقول الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أخذت هذه المرة وذهبت إلى فرعون أمر فرعون بقتل مباشرة وفق القانون فقالت له لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا شوف سبحان الله يعني في هذا دليل أن الإنسان يتفائل بالأمور وأن الأمور مرتبطة بنيات أصحابها هي تفائلت وقالت عسى أن ينفعنا نفعها لما نفعها 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 في الدنيا أنه أخرجها من الشرك للتوحيد ونفعها بالآخرة أنها ستكون من أهل جنات النعيم في حسن من هذا النفع بعد وانظر وانظر ماذا قال فرعون الخبيث المخبث عندما قالت هي قرة عيني لي ولك فقال لا أما لك هو قرة عين أما لي فلا حاجة لي فيه قال ابن عباس فوالله لو قال قرة عيني لي ولك لهداه الله فلذلك الإنسان يتفائل بالأمور فقالت له قرة عيني لي ولك فقال أما لك فنعم أما لي فلا حاجة لي فيه فكان موسى قرة عين لآسية كان سبب هدايتها إلى التوحيد وسبب دخولها إلى الجنات النعيم وكان نقمة على فرعون وكان سببا لذهابه ملكي كما سنذكر بإذن الله عز وجل المهم فرحت به آسية بنت مزاح مرأة فرعون أنها كانت لا تلد ما عند أولاد لم ينجب فكانت شغوف بهذا الولد فتبنته وكانت تبني طبعا في زمانهم جائزا حتى في صدر الإسلام أو صدر يعني نعم الإسلام كان جائزا حتى أبطله الله عز وجل بقوله دعوهم لآبائهم فتبنته واتخلته ولدا الآن أصبحت في مشكلة وهي أنها جاء موسى هو رضيع فحاولت آسية بنت مزاحم أن تقرب له الطعام وسخر طبعا له خلاص الآن القصر قصر فرعون أصبح لا شغل لهم ولا عمل إلا موسى سبحان الله هذا الذي كان يريد أن يقتله الله الله عز وجل جعله يلتقطه ويربيه في قصره ويجلسه على فراشه ثم بعد ذلك يكون سبب هلاك على يديه كما قال فرعون بعد ذلك يقول ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ربا سنوات طويلة فتريد أن تطعمه ما ما يأكل طفل رضيع شون يأكل تقدم له الطعام لا يأكل أتته بالمراضع ينفر لا يقبل على حليبهن وعلى ثديهن زاد بكاؤه زاد حزنها فأمرت جواريها وجندها وحاشيتها نزلوا إلى أسواق التمسوا له المراضع طبعا في هذه الأثناء بعد أن حزنت أمه عليه طبعا الأم الآن أم موسى ما تدري أين ذهب الله بموسى وغالب ظنها طبعا الأفكار تودي ويجيب فيها غالب الظن قال تكيد يعني رضيع وألقي في يم غالب الظن سيغرق وسيكون طعاما للأسماك المفترسة هذا الذي غلب على ذهنها قال الله سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين يعني من عظم الهم الذي ركبها خلص ما فيها الآن صبر أن تكتم حال موسى همت بالخروج وتصيح وتبحث عنه وتسأل عنه الناس وفي هذه فضيحة خلص حتى لو وجد سيقتل قال سبحانه وتعالى وقالت لأخته قصي 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 أثره سئلي عنه بس من بعيد وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون قلنا أن خرجوا للسوق ليبحثوا عنه زمن المراضع خرجت أخت موسى تبحث تبحث عندون سؤال حتى لا تفضح الأمر فبصرت من بعيد وجدت يعني زحم من الناس جنود الملك فرعون معه القابلات والدايات معهم هذا الرضيع يبحثون عنه يبحثون له عن مرضع فبصرت به عن جنوب من بعيد من جنوب حتى لا تفضح أمره وعرفته وعرفت الموضوع أنهم يبحثون عن مراضع كما قال الله عز وجل لو حرمنا عليه المراضع من قبل فقالت من الذي قالت أخت موسى فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون هنا توقف الجنود والتفت لهذه البنت تعالي اشترك من أين علمت أنه سيرضع من هذه المرة ومن أين علمت وعرفت أنهم سيكونون له ناصحون شكوا في الأمر فتداركت هذه الطفلة الصغيرة وانطقها الله بأنها قالت لهم قالت غايتنا خدمة الملك وغايتنا التقرب إلى زوجة الملك بس فانطلت عليهم هذه الحيلة وصدقوا كلامها وذهبوا بموسى إلى أمه عندما ذهبوا إلى أمه قربت ثديها التقم موسى ثديها فمن الله سبحانه وتعالى عليها بهذه المنة أنه ردها إليه أنها رد موسى إلى أمه إن أرادوه إليك وجاعلوه من المرسلين الله أكبر شوف شوف البشارة إن أرادوه إليك ليس هذا فقط وسيكبر وسيعيش وسيكون سيد من سادات الناس سنجعله نبيا مرسلا كرامة ما بعدها كرامة لهذه المرأة إن أرادوه إليك وجاعلوه من المرسلين قال سبحانه وتعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلم وعد الله حق بأنه وعدك عندما قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إن أرادوه إليك وجاعلوه من المرسلين لتعلم أنه حق وعدك إثنتين عندما ألهمك أن تلقي موسى في اليم حتى ينجو من بطش فرعون وعدك الله عز وجل بأنه سيعطيك إثنتين سيرده إليك فرده إليك وسيجعله من المرسلين وسيجعله من المرسلين فوعد الله حق والله لا يخلف المعاد سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك طبعا عندما شرب موسى ورضع موسى وشبع موسى وقرت عينه وعين أمه وهدأ وهدأ من بكائه وصياحه أخذته أمه طبعا مع الجنود إلى أخذوها إلى قصر فرعون فعندما رأت امرأة فرعون آسية ما جرى لموسى سرت فرحت إنه رضع وهدأ وسكت بكاؤه ثم عرضت آسية بنت مزاحم على أم موسى أن تبقى عندها طبعا ما تدري أن أنا أم موسى إلى الآن هي مرضع مستأجرة فقالت أم كثي عندي في القصر وسأجزل لك العطاء ما في حل أنت لم يقبل من النساء إلا أنت ثم قالت أم موسى قالت أم موسى قالت لا أستطيع البقاء إن لي بعلا وعيالا أقوم على خدمتهم إن شئتي دفعته إلي فوافقت آسية امرأة فرعون على مضض ليس لا خيار وطلبت من أم موسى أن تأتيها كل يوم بولدها إذا تعتقد أنه ولدها بالتبني قالت ائتيني بكل يوم بولدي بعدما ترضعيه ويطمئن ويشبع اتيني به ليجلس معه وفعلا استمرت على هذا الحال حتى فطمته والفطام يكون لسنته فعندما فطمته خلاص الآن ما في حاجة لأمه سيأكل الطعام في يوم من الأيام وآسية من تمزاحم مسرورة بموسى اتلاعبا اتلابسا واليوم الذي أتاها به يعني بعد فطامه طلبت من جواريها ومن خدمها وحرسها قالت لهم اليوم سيأتي ابن موسى يعني خلاص ينتقل فطم وأريد من كل واحد منكم أن يستقبله بهدية يلا عاد تعال كم هدية بيأخذ موسى الحين حتى قال أهل العلم قال فسد خدم آسية وحشمها وجواريها الطريق يعني وقفوا على جنبي الطريق من بيت موسى من بيت أم موسى إلا قصر فرعون وما تدين الهدايا شوف كرامة الله عز وجل ولتصنع على عين لا تنسى هذه فعندما دخل دخلنا الجواري وهن يحملنا موسى محملا بهذه الهدايا وإذا بامرأة فرعون آسية بنت مزاحم أمه بالتبني كما تعتقد قد استقبلته بأجمل وأثمني وأحلى وأغلى الهدايا فرحة ومسرورة بقدوم موسى ثم حملته بعد ذلك إلى فرعون فرعون أخذ موسى ووضعه في حجره فما كان من موسى إلا أن تناول لحية فرعون وشدها إلى الأرض غضب فرعون وما كان من جلساء السوء الأبالسة كهامان وغيره إلا أنهم قالوا تذكر أن إبراهيم أنهم يعتقدون أي بني إسرائيل أن الذي سيخرج من ذرية إبراهيم سيصرعك ويوقعك إلى الأرض طيب وشي العلاقة قال لا في علاقة شوف هذا الآن جر لحتك إلى الأرض يعني أهو يعني ذبحة وفعلا هم هذا الخبيث وأمر جنوده بقتل موسى ولكنها أتت مسرعة مسرعة تناقل لها الخبر من حاشية فرعون أدركي ابنك جاءت مسرعة إلى فرعون وقالت لما تقتل قال فعل كذا وكذا وهم يعتقدون في نبوءتهم أنهم سيصرعني وقد جر هذا الغلام أو الطفل لحية إلى الأرض فقالت له وكانت حضية عنده علها مكانة في قلبي فرعون قالت له إنه طفل لا يعقل وليكن بيني وبينك أمر يعني اختبار ونشوف نفصل شنسوي قالت لي تأتي بإناء فيه جمر وإناء فيه تمر وقيل إناء فيه لؤلؤ وهذا والله أعلم هو الأقرب إن جاء في حديث الفتون الذي رواه ابن عباس وكما قلنا لكم أنه حسن أنه جاء بإناءين إناء فيه جمر جمر من نار وإناء فيه لؤلؤ فقالت لنقربه إليه ننظر إذا أخذ اللؤلؤ معت أنه يعقل فاقتله وإذا لم يتناول اللؤلؤ فهو لا يعقل فعلا أتى بالإناءين ثم قرباه أو قربوه إلى موسى وهو طفل كما قلنا سنتين فقدم يده أن يلتقض تمرة أو لؤلؤة على الروايتين ولكن الملك صرف يده إلى إناء الجمر ولتصنع على عيني فعندما اقترب ليأخذ جمرة أدركت فرعون تصور فرعون أدركته شيء من الرحمة فأبعد يده حتى لا تحريقه هذه الجمر واقتنع بأنه فعلا طفل لا يعقل وأن ما جرى منه يعني من من شد لحيته وفقط لا يعد أن تكون قد طاشت يده كما يفعل أطفال شيل طفل حشك طرق منه يعوشك كذا تحمل عادي يعني طبعا كل يضحك وهي شيء مظاهر فالمقصود أنه يعني فقط طاشت يده وتعلقت في لحيته فهدأ نفسه يعني أنهى هذه المشكلة أخيرا حتى نختم هذا اللقاء نشأ موسى عليه الصلاة والسلام طبعا لم يذكر لنا لا كتاب عزيز ولا سنة مطهرة كيف كانت نشأته لكن في الجملة فيما يظهر من سياق القصة العام أنه كان صاحب مكانه وصاحب حظوة ومنذ أن نشأ وأخذ يشب خفت وطأة الأقباط والفراعنة على بني إسرائيل لأن ذول الحين خوالة ولا لا بنتهم رضعت فهم خوالة من الرضاع فكان هذا سبب سبحان الله انظر إلى بركة موسى كان هذا سببا في يعني أن خفت وطأة فرعون وحاشيته عن بني إسرائيل أصبحت لهم كان إذا واحد منهم تأذى راح لموسى وموسى الأمن أمه مرت فرعون فواصل درجة أولى فخفت وطأة العذاب عليهم في يوم من الأيام كان موسى داخلا وكان شابا يافعا دخل المدينة على حين غفلة من أهلها كما قال الله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها متى هذا الوقت قيل وقت الظاهرة قيل بين العشاءين كما قال عبد الله من عباس المهم دخل في وقت الناس فيه عامة الناس قد هجعوا إلى بيوتهم فوجد فيها رجلين يقتتل هذا من شيعة وهذا من عدوه نيت هاو شون واحد من شيعة يعني من ربعة من شيعة يعني من جماعة إسرائيلي والآخر قبطي من جماعة فرعون فاستغاثه الذي من شيعة على الذي من عدوه قال له إسرائيل قال أفزع فجاء إليه موسى ما كان بطاشا القبطي كأنه رفع صوته يريد أن يتهجم على موسى في وسط هذا اللغط وكزه موسى فقضى عليه شوفوا القوة التي آتاها الله عز وجل موسى وموسى ما قصد أن يقتله وموسى قصد فقط أن يدفع عنه فوكزه لكمه بقبضة يدي يعني كما نسمي العام إيش بوكس ضربه بقبضة يده فوكزه موسى فقضى عليه مات ثم ندم موسى وقال هذا من عمل الشيطان أنا ما أرد هذا الأمر ما قصدته المهم ندم موسى واستغفر الله عز وجل ثاني يوم أيضا وهو يسير في في هذه النواحي وإذا بذلك الإسرائيلي أذرع المشاكل متهوش ما وحد ثاني أيضا عندما رأاه موسى قال فزع لي يا موسى فأتاه موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب بعدما قتل أول وندم وقال هذا ما عمل الشيطان وخاف لأن هذا الذي قتل من حاشية فرعون قد تقع مشكلة في اليوم الثاني على طول قال الله تبارك وتعالى فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه هم تهوش مع واحد ثاني بعد قال له موسى إنك لغوي مبين طبعا مشاكل فأقبل عليه موسى يعني أقبل على الإسرائيلي الذي من شيعته وهو يسجره يقول له إنك لغوي مبين يشدد عليه في الكلام فعندما أقبل عليه موسى بهذه الطريقة وهو يسجره خشي الإسرائيلي أن يقتله موسى كما قتل القبطي بالأمس هو عندما قتل القبطي طبعا هم كانوا لوحدهم فقط كما قال كما ذكر الله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ما في أحد بالسوق فوجدوا هذه الجثة من الذي قتل ما يدروا لكن يعلمون الذي قتله واحد من بني إسرائيل لكن من لا يعلمون ذهبوا إلى فرعون وقالوا له يعني انتصر لنا بدأ هؤلاء تجاسرون وقد قتلوا أحد حاشيتك فأبا فرعون إلا أن يأتوه بالبينا قال أتوني بالبينا من الاغتلى وأنا أقتص منه فعندما جاء في اليوم الثاني كما قلنا الآن ووقع التفس المشكلة مع هذا الإسرائيلي المشكلجي ومع القبط الآخر واستنصر موسى فزجره موسى وأقبل عليه يريد أن يسجره فخاف الإسرائيلي وأفشى السر وقال كما قال الله تبارك وتعالى قال فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم قال يا موسى كلام الآن على الظاهر الله أعلم كلام الإسرائيلي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إذن فضح الأمر سمع القبطي هذه الكلمة وعلموا من الذي قتل القبطي بالأمس أنه موسى ذهب مسرعا إلى فرعون وقال له الذي قتله موسى وكأن فرعون يبيها يعني من زمان يدورها يبي الزلة فعلطوا المباشرة أصدر أمرا بإحضار موسى لقتله خرج الجنود سمع أحد المقربين من فرعون وكان محبا لموسى سمع هذا الأمر فذهب يعني سلك الجنود الطريق الرسمي المعروف وهم غير مسرعين يمشون على راحتهم عادي يعني ما دار في خلدهم أن موسى سيفر من مصر فذهب ذلك الرجل الصالح ليخبر موسى ذهب من طريق مختصر من طريق مختصر ووصل إلى موسى قبل أن يصل إليه جنود فرعون وهو يصيح ويقول كما قال الله عز وجل في صورة بديعة تجعلك تعيش مع هذه الآيات قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ولم يقل الله عز وجل وجاء رجل يعيشك بالقصة وجاء رجل من أقصى شف تحسن بدأت صورة سبحان الله تتمثل أمامك كانت مدينة وطرق وكذا وهناك رجل يأتي من بعيد وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أي مسرعا قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناس سبحان الله هذه الآية هذه الآية قبل أن أكمل أذكر لكم يعني موقف مختصر جدا في زمان الدورة العباسية في بداية الدورة العباسية وقد ذكرناها في دروس ماضية أن الدورة العباسية بطشت بالدورة الأموية كما هو معلوم وكان بداية بطشها في خراسان في تلك البلاد بلاد فارس هنا كانت انطلاقة الدورة العباسية فكان والي الأمويين على خراسان مسلم بن يسار مسلم بن يسار هذا هو والي الأمويين على بلاد فارس فعندما استحوذ أبو مسلم الخراساني هذا الجبار هذا صوت بني العباس هذا مثل الحجاج مسلفي الثقافي لبني أمية جبار حتى قيل سفك في يوم من الأيام مئة ألف نفس من المسلمين وكانت فيه نزعة فارسية كان شعوبياً المهم أرسل أحد أبناء عمومة مسلم بن يسار إليه ليطمئنه حتى إذا صادي يبطش فيه فأتى هذا وهو لاهز بن قريض أتى إلى مسلم بن يسار في بيته ومعه جنود أبي مسلم الخراساني الحين بيقول بحذرة أن مهما كان هنا أدركته العصبية القبلية واصلا ما يجوز خذر فيه بس بسموغة شون حذرة إذا قال له احذر سمعه جنود أبي مسلم الخراساني فمسك المصحف بعد أن قال له أبي مسلم الخراساني يريدك ويريد أن يكرمك وذارنا شذاب لكن لا يمكن قوله غير حشي فمسك المصحف في بيت مسلم بن يسار وفتح المصحف وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج طبعا هذه الصورة نقلها الجند إلى أبي مسلم الخراساني هذا الداهية الرعديد الجبار ففهم أنها رسالة من هذا من ابن عمه فقال أدركتك الحمية العربية فقتله به فهنا جاء هذا الرجل من قوب موسى وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج موسى لساعته 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 ما ذهب إلى البيت وخبغ أبدا مباشرة الجنود في الطريق والموت قادم فخرج مسرعا خائفا تائها حائرا لا يدري أين يتجه ولا إلى أين يذهب لأنه لم يسبق له أن خرج من مصر قبل ذلك ما يعرف الطرق ولا يعرف البلدين ولا يعرف القرى فخرج هائما على وجهه وذكر الله عز وجل صفة خروجه عليه الصلاة والسلام عندما قال الله تبارك وتعالى فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجيني من القوم الظالمين خرج صلوات الله وسلامه عليه حتى حط به الرحال وانتهى به المطاف إلى أن بلغ إلى مدين ومدين قد مر معنا قصتها وهم قوم شعيب أصحاب الأيكة قلنا الأيكة هي الشجرة أو الشجر الكثيف الملتف الذين كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل ويفعلوا ما يفعلوا من المنكرات وأرسل الله عز وجل لهم نبيا كريما شعيب فوقع له ما ذكرناه في دروس ماضية ولحظة دخوله أتى على بئر يستقي الناس منه هذا البئر يستقي يعني يأتي الناس يأتي الرعاء أصحاب الإبل والغنم والماشية ليستقون من هذا البئر لأنفسهم ولماشيتهم ثم في هذه الحطمة من الناس والازدحام الشديد من قبل هؤلاء الرجال وجد في طرف البئر فتاتين تذودان غنمهما تبعدان الغنم عن البئر حتى لا يزدحم أو حتى لا تزدحم غنمهما مع الغنم الأخرى فيكون هذا سببا لدخولهما في هذا المعترك من الرجال والرعاة فأتا إليهما موسى عليه الصلاة والسلام أخذته الغيرة والشهامة والنصر لهاتين الفتاتين الضعفتين فقال لهما ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير أي لا نستطيع أن نستسقي من البئر لهذا الزحام الشديد لا نستطيع أن نزاحم الرجال بطبيعة الحال فلنتظر حتى ينتهي جميع الرعاء ويسقون أغنامهم ثم بعد ذلك يقوم الرعاة يتعاونون على صخرة عظيمة لا يستطيع أن يزيحها إلا عصبة من الرجال قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عشرة من الرجال فيعدون هذه الصخرة على رأس البئر فيغلقونها دون أن يلتفتوا إلى هاتين الفتاتين ما في مروءة ما في شهامة ثم تأتي الفتاتان وتسقي الغنم غنمهما من الماء المتساقط على الأرض على جنبي البئر المتبقي من سقي الرعاة لأن هنا بطبيعة الحال لا يستطيعن أن لا تستطيعان أن تزيح هذه الصخرة العظيمة فجاء موسى عليه الصلاة والسلام وأتى إلى هذه الصخرة وأزاحها بنفسه وهذا في دليل آخر على ما أتاه الله عز وجل من القوة صلوات الله وسلامه عليه والشدة والبأس ولكنه تأمل كان يسخرها في طاعة الله عز وجل وفي إغاثة الملهوف وفي نصرة الحق وفي إعانة الضعيف لم يكن جبارا هنا استخدمها لنصرة هاتين الفتاتين فازال هذه الصخرة وأتى بالدلو من البئر وقدمه للفتاتين لتسقيان غنمهما ثم دون أن يكلمهما ودون أن يكثر في الخطاب والسؤال واسترسال الكلام والمحادثة مع هاتين الفتاتين اتجه تحت ظل شجرة وجلس عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يتوسل إلى الله تبارك وتعالى والتسق بطنه بظهره من شدة الجوع واخضر باطن فمه من كثرة ما يأكل من أوراق الشجر خرج كما قلنا دون أن يتأهب بطعام أو شراب خرج فجأة ولم يأخذ معه شيء سفر قطاع أين ماذا يأكل ماذا يشرب فكان أكله من أوراق الشجر حتى خضر باطن فمه عليه الصلاة والسلام فجلس بعدما ساعد هاتين الفتاتين جلس واتجه إلى الله تبارك وتعالى يدعوه قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير عندما سقط هاتان الفتاتان ولا شك أن مثل هذا الموقف من موسى يدعو إلى العجب يدعو إلى الفخر يدعو إلى الإعجاب بأخلاق هذا الشخص الكريم هذه الأخلاق التي تكاد أن تكون معدومة في ذلك الزمان وخير شاهد ما ذكرته لكم قبل ذلك أن الرجال الذين كانوا يسقون من البئر بمجرد أن ينتهوا وهم يرون في كل يوم هاتين الفتاتين الضعفتين لم يقل أحدهم والله أترك المجال لهم بعدما سقينا مآبدا يعيدون الصخرة ثم يمشون كأنهم لا يرون أحدا في وسط هذه الأجواء المظلمة يبزغ هذا النجم بأخلاقه عليه الصلاة والسلام آه لا عجب أخلاق الأنبياء كذلك وكما قال الله عز وجل ولي تصنع على عيني فعندما عادتها إلى والدهما الشيخ الصالح ويرى كثير من أهل العلم أن هذا الرجل هو شعيب النبي وهذا ليس بصحيح ليس بصحيح لأن شعيبا عليه الصلاة والسلام بعث إلى قوم مدين وقوم مدين كانوا قريبا من قوم لوط كما قال الله عز وجل على لسان شعيب وما قوم لوط منكم ببعيد ومعلوم أن لوط كان في زمان إبراهيم هو ابن أخي إبراهيم كما ذكرنا في مناسبة سابقة وأين إبراهيم عليه السلام من موسى عليه الصلاة والسلام معني في الزمان بعد إبراهيم إسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف والله أعلم كم بين يوسف وبين موسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين فالظاهر والله أعلم أنه ليس هو نبي الله شعيب إنما هو رجل صالح فاستغرب هذا الرجل عندما رأى الفتاتين قادمتين ابنتاه بهذه السرعة في كل يوم تذهبا لكن تأخذاني وقتا طويلا فاستغرب فسألهما عن حالهما فأخبرتاه بحال موسى عليه الصلاة والسلام وما فعله لهما فطلب الوالد من إحدى ابنتيه أن تذهب وأن تدعو موسى للقاء أبيها وفعلا جاءت إحدى هاتين الفتاتين إلى موسى وهو لا يزال جالسا تحت ظل هذه الشجرة يلتقط أنفاسه ويفكر ويقلب الأمر في رأسه أين يذهب ماذا يفعل ولكن الله عز وجل يدبر له الأمور فأتت هذه الفتاة ووصف الله عز وجل مجيئها قال فجاءت وحداهما تمشي على استحياء قال أهل العلم تمشي على استحياء أي كمشية أو مشية الحرائر لأن في السابق الناس كانوا يفرقون بين الحرائر والجواري أو بين الحرائر والبغايا فكون الحرائر في لبسهن في لبسهن ومشيتهن وطباعهن تختلف عن الجواري وعن البغايا ومما يدل على ذلك قوله هند بنت عتبة هند بنت عتبة معروفة امرأة أبي سفيان أسلمت بعد فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم بايعهن كما أمر الله عز وجل أن يبايع النساء مبايعة شفوية لم يصافح امرأة صلى الله عليه وسلم فبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يقتلن ولا يسرقن ولا يزنين فنفرت هند واستغربت وقالت أو تزني الحرة يا رسول الله أو تزني الحرة هذا أمر مستغرب حتى عند المشركين لذلك هذه من سمات الحرائر الحياء والعفة والحجاب والطهر هذه سم للحرائر أما غير الحرائر فسماتهن معروفة في القديم والحديث من التبرج والسقوط الحياء وسقوط الكلفة بينها وبين الرجال فجاءت وحدهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا لاحظ لم قم تقل له أدعوك لأن إذا امرأة جميلة شابة تأتي لرجل تقول أغريب تقول أدعوك حتى إن لم يكن قصدها سيئا يقذف الشيطان في نفسه ولكنها هذه المرأة الشريفة العفيفة الحرة حتى تبتعد عن أدنى شبهة وتسد كل باب سوء أدخلت والدها في الموضوع قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فعلا قام موسى عليه الصلاة والسلام وأتى مع هذه الفتاة إلى هذا الوالد كما بين الله تبارك وتعالى قال فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين جاء موسى وجلس مع هذا الرجل المفضال الصالح وأكيد سأل عن علومة ماذا تصنع أنت هنا وكيف أتيت فقص له موسى القصة فطمأنه هذا الرجل الصلاة وقال لا تخف نجوت أنت الآن بعيد عن قبضة هذا الظالم أنت الآن قد خرجت من دياره ولا سبيل له أن يصل إليك فلا تخف كن مطمئنا نم قدير العين كن مرتاح البال لا تخف نجوت من القوم الظالمين عندها قالت إحدى البنات قالت يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال لها أبوها وكيف عرفت أنه قوي أمين موقف بسيط كان بينك وبينه كيف عرفت أنه قوي أمين فبينت له هذه الفتاة قالت له قوي لأنه أزاح الصخرة عن رأس البئر والتي لا يزيحها إلا العصبة العشرة من الرجال الأقوياء الأشداء الدليل على قوته وأمين لأنه عندما دعوته ليقابلك فأردت أن أكون أمامه لي أدله على الطريق أبا وقال كوني خلفي فإذا أخطأت الطريق فارمي بحجر جهة الطريق جهة الأخرى التي أسلكها حتى أصل إلى دار والدك وقال ذلك كما قال أهل التاريخ والسير والعلم عند الله عز وجل لأنها عندما بدأت في مشيها جاءت الريح فأظهرت شيئا من جسدها فقال لها موسى كوني خلفي وهذا لا شك فيه دليل على عفته وأمانته وطهره وسمو أخلاقه صلوات الله وسلام عليه يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين عرض هذا الشيخ الكبير الذي هو بحاجة لرجل أمين لفتى شجاع أمين كموسى ليخدمه ويقوم على شؤونه وهو لا يملك ولدا سوى هاتين الفتاتين الضعفتين فقال لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصالحين عرض هذا الرجل إحدى ابنتيه على موسى وهذا أمر مستساغ بعض الناس ربما يستنكف عن هذا الأمر ولكن هذا الأمر مستساغ وفعله سادات الناس بعد الأنبياء والمرسلين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضى عندما توفي أو ترملت ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضها عرضها على أبي بكر ثم عرضها على عثمان فامتنعا رضي الله تعالى عنهما لأنهما سمعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها وفعلا كانت أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضها فعمر لا أظن أن أحدا يشك في فحولة عمر وفي غيرة عمر وفي رجولة عمر رضي الله تعالى عن عمر ومع ذلك عرض ابنته فليس هذا عيبا ولا يخدش في مرؤتك ولا في رجولتك فإذا كان الإنسان عنده مولية يعني من يقوم على ولايتها كبنته أو أخته أو أمه وهي ليست تحت زوج ويعرف مثلا رجلا صالحا دينا فلا بأس أن يعرضها عليه سعيد بن مسيب رضي الله تعالى رحمه الله ورضي الله عنه إمام التابعين هذا الإمام الجبل العلم جاء ابن الخلائف يطلب ابنة سعيد لابنه خليفة وظنه الوليد من عبد الملك خليفة خليفة المسلمين جاء لهذا الشيخ يطلب ابنته لولده اللي هو وليل عهد سيكون خليفة بعد ذلك فقال له سعيد مخطوبة ما عن درماة الزوج حتى قال له ذلك الرجل الذي جاء الخاطب جاء سعيد قال له يا سعيد قد أتتك الدنيا بحذافرها قال وما ذك قال إن الخليفة يطلب ابنتك لابنه قال يا هذا إذا كانت الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة فما عساه أن يعطيني من هذا الجناح شوه الكلام هؤلاء العلماء الربانيون ليس هذا فقط بل كان أحد تلامذته فقيرا معدوما افتقده سعيد في مجلسه افتقد فزاره قال أين أنت افتقدناك في مجلسنا فقال توفيت زوجتي وشغلت بتجهيزها ودفنها قال فهل تزوجت بعدها قال ومن يزوجني وأنا سانفقير معدوم قال أنا أزوجك قال أو أتفعل قال أفعل فزوجه ابنته ثم مكث هذا الطالب في البيت وهو يعني خلاص ملك ملج خلاص انتهى خرج سعيد جلس هذا الطالب في البيت مصدق ممصدق أحلم سعيد بن المسيب إمام الناس في زمانه يزوجني ابنته وفي الليل إذا به يسمع طارق يطرق الباب فقال قلت من قال سعيد فيقول هذا الرجل فجاء في ذهن كل سعيد إلا بن المسيب لأن في هذا الوقت وقت صلاة لعشة وسعيد بن المسيب أربعين سنة ما سمع الأذان خارج المسجد خمسون سنة خمسون سنة لم يسمع الأذان خارج المسجد يعني ما إذن له في المسجد وثلاثون سنة ما رأى قفى مصلي يعني صلي في الصف الأول فيقول كل سعيد جافي بالي إلا بن المسيب لأن وقت ذهن لعشة أكيد في المسجد قلت أي سعيد قال بن المسيب ففتح الباب فقال له سعيد مسيب قال قد ذكرنا وحدتك فكرهنا أنت بات هذه الليلة دون زوجتك وإذا بابنته خلفه فقال خذ بارك الله لكما طبعا أمه أم هذا الرجل حلفت عليه قال لا تقربها حتى أجهزها لك ثلاثا وبعد ثلاثة أيام أراد هذا الرجل أن يخرج لحلقة سعيد ابن المسيب فقالت له زوجه إلى أين قال إلى حلقة سعيد فقالت له اجلس أعلمك علم سعيد هذه لا شك أنها حسنة الدنيا المهم أنه لا بأس أن يعرض الإنسان ابنته أو موليته على من يعتقد صلاحه وهذا الرجل فعل كذلك عرض ابنته قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على ما هو الشرط أن تأجرني ثماني حجج يعني أن تعمل عندي ثماني سنوات هذا هو مهر ابنتي وهذا يجوز حتى في شرعنا أن يكون المهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم أزوج أحد الصحابة من إحدى الصحابيات بسورة البقرة قال عندك شيء؟ قال ما عندك شيء قال التمس ولو خاتما من حديد قال ما عندي حتى خاتم من حديد ما عندي قال ما عندي إلا وزاري قال وما تصنع بوزارك؟ هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم في رواية خارج الصحيحين قال معي البقرة والتي تليها قال قم فقد زوجتكها بما معك من القرآن يقول لأحد الشباب الله أعلم يعني لكن إن شاء الله صادق يقول تزوج قبل سنوات يمكن قبل أربع خمس سنوات تزوج وكان مهر زوجته أن يعلمها أظن البقرة فالشاهد أنه يجوز أن يكون هذا ليس شرطا يكون عوضا ماديا المهم كان موسى عليه الصلاة والسلام مخير بين أن يخدمه ثماني سنوات وإن زاده سنتين حتى تبلغ العشر فهذا فضل ومن منه فوافق موسى عليه الصلاة والسلام وتزوج هذه المرأة وأتم لهذا الرجل أكثر الأجلين وهكذا حال الأنبياء دائما يوفون بالأكمل وإلا هو كان يكفي ثمان ثمان سنوات فقط هذا هو الشرط ولكنه خدمه عشر سنوات فعندما أتم هذه العشر سنوات عليه الصلاة والسلام هل رزق بأولاد لم يرزق بأولاد الله أعلم ولكنه جاء في أخبار أهل الكتاب أنه رزق بولدين الله أعلم ذلك لا يوجد حديث ولا آية يبين هذا الأمر وهذا يعني يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بعدما أتم موسى عليه الصلاة والسلام الأجل أي أخدمه أو خدم هذا الرجل عشر سنوات اشتاق للقاء أهله في مصر وأراد أن يرجع لرؤية أهله في مصر وطبعا أراد أن يكون متخفيا لأنه يظن إلى الآن هو مطارد ومطلوب من قبل فرعون قال الله تبارك وتعالى فلما قضى موسى الأجلة وسار بأهله آنس من البيان بالطول نارى خرج بزوجته وأولاده إن كان له أولاد والعلم عند الله عز وجل وبغنمه التي اكتسبها من عمله طيلة هذه السنوات العشر عند هذا الرجل وخرج من مدين يريد طبعا مدين قريبا من الأردن يريد أن يذهب إلى مصر إلى دياره في الطريق جاءتهم ليلة باردة مظلمة وكان أثر ذلك أنه انطفأت نيرانهم انطفأت نيرانهم وكلما أراد أن يوقد نارا لا تتقد فكان في ظلام وفي برد شديد وأضاع الطريق في هذه الأثناء أبصر موسى نورا من بعيد وهو الآن في صحراء سيناء في طريق ذهابه إلى مصر أبصر نورا بعيدا فقال لأهلهم كثوا كما قال الله عز وجل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا الطور هو جبل بسيناء عنده وادي طوى وهو وادي مقدس فآنس من جانب الطور نارا فقال قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا يعني رأيت نار لعلي آتيكم منها بقبس أو في الآية الأخرى لعلي آتيكم منها بخبر يعني أجد ناس عند هذه النار فأسألهم ليرشدون الطريق الصحيح إلى مصر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون أو آتيكم بنار بجذوة من النار شعلة حتى تصطلوا حتى نتدفأ بها ونبصر الطريق ذهب موسى إلى مصدر هذا الضوء لوحده وكانت معه عصاه التي يستفيد منها في اتكائه عليها ويهش بها على غنمه يسوس الغنم التي كانت معه فلما أتاها أتى هذا الجبل جبل الطور من الجانب الغربي منه وكانت في سفح الجبل في أصل الجبل في وادي هذا الجبل الذي اسمه طوى كانت شجرة شجرة من عوسج وشجر العوسج هو شجر كثير الشوك وإذا به يرى منظرا غريبا عجيبا يرى هذه الشجرة تخضر في وسط نار تشتعل وكلما نظر إليها ازدادت النار في اشتعالها ولهيبها وتضرمها وفي نفس الوقت تزداد شجر العوسج في خضرتها شيئان متناقضان كيف شجرة تنبت في أصل النار وكيف تزداد النار اشتعالا ولهيبا واضطراما وفي نفس الوقت لا تزداد هذه الشجرة إلا خضرة ذلك والله أعلم لأن هذه النار في حقيقتها هي نور وليست نار هي نور وليست نار ففي هذا الواد المقدس وادي طوى من الجانب الغربي من جبل الطور بسيناء كلمه الجبار جل فعله قال الله تبارك الله فلما أتاها أي أتا هذه الشجرة فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة أي في وادي طوى بقعة مباركة بقعة مقدسة في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين كلمه الله كفاحا بلا ترجمة كلاما مباشرا دون واسطة ولذلك هو كليم الله لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد المسلمين أن الله عز وجل يتكلم كلاماً كلاماً يليق بجلاله لا نشبهه بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا نقول كما يقول أهل البدع أن الذي أخرج هذا الصوت الشجرة كيف تقول الشجرة إنني أنا الله الذي تكلم هو الله ولذلك يلقب هو بالكليم موسى الكليم مع أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون في شريفه علمكم كلمه ربه ولا لا كلمه الله عز وجل في المعراج كلمه مباشرة سبحانه وتعالى وفرض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة كهو معلوم إذن ما السر يا ترى في كون موسى عليه الصلاة والسلام اختص بهذا اللقب أنه كليم الله الجواب لأنه لا يعلم أن أحداً من البشر كلمه الله وهو في هذه الأرض ما في آدم عليه الصلاة والسلام كلمه الله وين في السماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمه الله وين فوق سبع سماوات إذن لا نعلم والعلم عند الله عز وجل أن أحداً من البشر كل من قبل رب العزة والجلال في الأرض إلا موسى صلى الله وسلم عليه وهذه منقبة عظيمة أن يكلمه الجبار جل في علاه رب الأرباب وملك الملوك قيوم السماوات والأرض إله الأولين والآخرين سبحانه وتعالى أن يكلم عبداً من عباده كفاحاً بلا ترجمان وبلا واسطة قال إني أنا الله رب العالمين ثم قال له قبل ذلك وما تلك بيمينك يا موسى يسأله ربه وهو العليم به قال هي عصاي وسبحان الله أهل العلم يقولون كلاماً جميلاً يقولون وأرجو أن نعيش هذه الصورة كأننا مع موسى يقولون بأن الله عز وجل أراد أن يهدئ من روعه وأراد أن يربط على قلبه وأراد أن يسليه فقال له ما تلك بيمينك يا موسى وأضرب لذلك مثالاً ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى فقط لتقريب المعنى يقولون في فن المقابلات الشخصية إذا أردت أن عندك شركة عندك مؤسسة عندك وزارة رؤي يعني أنت دبت من قبل وزارتك أو جهتك أنت في كل لجنة لتقابل مجموع من الموظفين هناك يعني كما يقولون تكنيك خاص وخطوات واستراتيجيات أو لا أقول استراتيجيات أقول خطوات وأسلوب معين من أهم هذه الخطوات أن تنزع الرعب من هذا المقابل لأن في الغالب ليس في المقابلة غالب الناس يرتجف يتلعثم في الكلام ربما يعني لو قدمت له شراباً يسكف هذا الشراب من الخوف والرهبة طبيعة البشر هذه فتجد حقيقة من المقابلين من يتكلم معه في البداية ويسئل عن أخباره وعن علومه وإذا عرف اسمه مثلاً عرف أهله أو عائلة أو قبيلة يبدأ يطمئن يمزح معه يعطيه طرفه حتى يذهب خوفه وروعه يسليه ولله المثل العلى سبحانه وتعالى فربنا تبارك وتعالى أراد أن يسلي موسى فقال وما تلك بيمينك يا موسى حتى يأخذ يعطي معه فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وجدت كلاماً لأعرابي والأعراب لهم يعني كلمات جميلة لا غرف في ذلك فهم أهل الفصاحة والبلاغة يقال إن الحجاج نسف الثقفي الحجاج نسف الثقفي لقي أعرابياً فقال له من أين أقبلت يا أعرابي قال من البادية قال وماذا في يدك قال عصاي ثم بدأ هذا الأعراب يبين فوائد هذه العصا كلم في قلبه شيء الليلة الله المستعى قال له هذه قال عصاي أركزها لصلاتي وأعدها لعداتي وأسوق بها دابتي وأقوى بها في سفري وأعتمد بها في مشي لتتسع خطوتي وأثب على النهر وتؤمنني من العسر وألقي عليها كسائي فيقيني من الحر ويدفئني من القر يعني من البرد وتدني إلي ما بعد عني وأقرع بها الأبواب وأتقي بها عقر الكلاب وتنوب عني الرمح في الطعن وعن السيف عند منازلة الأقران ورثتها عن أبي وسأورثها ابني وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال الحجاج طبعا أنا قلت ليه تسكت لكن فعلا كلام جميل بعضنا يظن هذه العصى ما فيها العصى لمن عصى لكن انظر لهذه الفوائد الكثيرة ثم وكأنه استطال الجواب وقال ولي فيها مآرب أخرى فهكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام هي عصايا أتوكأ عليها وأوش بها على غنم ولي في مآرب أخرى قال الله تبارك وتعالى قال له وأن ألقي عصاك ألقيها فلما فألقاها فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب عندما ألقاها جعلها الله جانا الجان هو نوع من أنواع الحيات العظيمة وله سرعة في الحركة رهيبة على عظمه وفي العادة تكون الحية السريعة الصغيرة سرعة تناسب حجمها والكبيرة كلما كبرت ثقل حجمها وثقلت حركتها ولكن هذه الحية التي قلب الله عصاة موسى إليها جمعت الأمرين اثنين حية عظيمة جان وفي نفس الوقت لها سرعة كبيرة تتحرك بخفة منظرها فضيع مخيف فعندما رأى موسى هذا الأمر ولا فر هاربا بطبيعة البشر قال سبحانه وتعالى ولم يعقب أي لم يلتفت فقط يريد النجاح صلوات الله وسلامه عليه ولا مدبرا ولم يعقب ناداه الله عز وجل بقوله يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين فرجع موسى ثم التقط هذه العصاة التي أعادها الله عز وجل مسك هذا الثعبان من طرفه من ذيله وهو بتردد مسك هذا الثعبان فصار عصاة مرة أخرى هذه الآية الأولى أي المعجزة الأولى التي أعطاها الله عز وجل موسى ثم قال الله سبحانه وتعالى أسلك يدك في جيبك أي في درعك هكذا أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء موسى عليه الصلاة والسلام كان آدم آدم يعني أسمر اللون فالله عز وجل أعطاه آية أخرى معجزة أخرى على صدقه وعلى نبوته ورسالته لأنه كان يعيش في زمان كثرت فيه الشعوذات والسحر والأمور الخارقة كثرة في زمانه فكانت معجزاته مناسبة لحال زمانه بينما عيسى عليه الصلاة والسلام كما سنذكر في دروس قادمة إن كان في العمر بقية انتشر في زمانه الطب والعلم فكانت معجزته من جنس هذا الأمر فكان يبرئ الأكمهة والأبرصة ويحيي الموتى وبإذن الله عز وجل ونبينا وإمامنا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه بعيث في زمان في زمان الفصاحة والبلاغة في زمان العرب وهم أفصح الناس فكانت معجزته تناسب زمانه فكان هذا القرآن الخالد الذي تحدى الله تبارك وتعالى به أهل زمانه أن يأته بآية من مثله فهذه آية أخرى كما قال الله عز وجل فذلك برهانان من ربك برهانان أي آيتان والله عز وجل قد آت موسى تسع آيات سنذكرها لاحقا بإذن الله عز وجل في الدرس القادم أو الذي يليه تسع آيات الدم والجراد والقمل والضفادع سنذكرها في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى فهذه آيتان من التسع آيات العصى تتحول إلى جان جان حية عظيمة سريعة الحركة وأعطاه هذه اليد إذا أدخلها في جيبه وأخرجها تكون كفلقة القمر من الإضاءة والبيض ثم لا يزال موسى في حال اضطراب وخوف يعني هذه أمور عظيمة فهو في حال هذه الاضطراب والخوف أمره الله عز وجل أن يضع يده على قلبه ليسكن وليطمئن وليتهدأ نفسه قال الله عز وجل واضمم إليك جناحك من الرهب إذا كنت خائفا ضع هذه اليد على قلبك يسكن قلبك حتى قال بعض أهل العلم كابن كثير وغيره قال ولا بأس أن يتسي الإنسان بحال الأنبياء يعني لو شعر بشيء من الخوف فوضع يده على قلبه ونزيد ونقول لو تلى آية الكرسي أو سورة الفاتحة أو أي شيء من القرآن بإذن الله سيكون سببا لأن يسكن روعه قال واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين بعث موسى عليه الصلاة والسلام وأمره الله عز وجل أن ينذر أو أن يدعو فرعون إلى دين الله عز وجل قال موسى عليه الصلاة والسلام معتذراً قال ربي إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون كيف يعني أروح الآن أدعوه إلى الله هذا مصيبة خبيث مخبث مجرم طاغية هو الدع الربوبية والألوهية من دون الله وعلى وعلى ذلك أنا أصلاً مطلوب عندهم قتلت منهم نفساً كيف أروح إلى فرعون أذهب إلي وأدعو إلى الله أيضاً قال إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون ثم قال وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون شفع موسى لأخيه هارون أن يكون نبياً شوف هذه الشفاعة العظيمة يعني ما توسط له علشان والله أنه يكون غني أو يقضي دين أو إلى لا أبداً استشفى له ليكون نبياً فليس بعد هذه الشفاعة من شفاعة ولذلك سمعت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها عائشة رجلاً يقول لأناس وهم سائرون في طريق الحج في قافلة وهذا الرجل يعني كما تقول من باب قطع الطريق بالمفيد يعني سمر ثقافي فيسألهم وعائشة رضي الله عنها في الهودج تسمع الأسئلة وما يجري حولها يعني في القافلة فكان هذا الرجل يسأل للناس يقول لهم أي أخ أمن على أخيه من لي أكثر الناس منة على أخيه فأخذ الناس يفكرون فقالت عائشة رضي الله عنها الصديق الفقيه أم عبد الله قال فسكت القوم فقالت عائشة لمن حول هودجها هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه هارون فأوحي إليه قال الله تعالى وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا إذن هذه أعظم شفاعة بشفاعة أخيه صار نبيا استجاب الله عز وجل له طبعا هارون ليس معه هارون في مصر ولكن الله عز وجل عندما أوحى لهارون بعدما أوحى لموسى وشفع موسى في هارون أوحى الله عز وجل لهارون أن التقي موسى في مكان معين في طريق ذهابه إلى مصر أمر الله عز وجل لهارون بعد أن أوحى إليه أن يلتقي موسى في مكان معين وأن يذهب معا إلى فرعون ليدعوانه إلى دين الإسلام والتوحيد أتى موسى عليه الصلاة والسلام إلى قصر فرعون وطرق عليه الباب ثم قال الجنود من؟ قال موسى قالوا له أي موسى فقال موسى بن عمران وهذا حقيقة فيه دليل على قوة موسى وصدعه بالحق وأنه لا يخشى في الله لوم تلع دائما تجد صاحب الأسئلة الجريئة موسى صلوات الله وسلامه عليه لقي آدم في السماء سأله قال أنت آدم؟ قال نعم قال أنت أبو البشر؟ قال نعم قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة ثم جرى حوار يعني معروف في حديث مشوف الصحيح بين آدم وموسى حتى قالت صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الحوار قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى أيضا عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودتي كما تعلمون من القصة المشهورة في حدثة المعراج قال له موسى عليه الصلاة والسلام ما افترض عليك ربك فقال خمسين صلاة في اليوم والليلة فقال موسى عليه الصلاة والسلام لقد راودت بني إسرائيل على أقل من ذلك فما استطاعوا فإن أمتك لا تطيق ذلك فاسأل ربك التخفيف فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله التخفيف فحط عنه كما تعلمون عشرا وفي كل مرة يحط عنه الله تبارك وتعالى حتى أصبحت خمس صلوات في اليوم والليلة قال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال عليه الصلاة والسلام قد استحيت من ربي ونداه الله عز وجل قد أمضيت فريطتي على عبادي هي خمس وخمسون في الأجر إذ أن الحسنة بعشر أمثالها فتخيل قد قتل منهم شخصا وهو مطلوب ويرجع ويخاطب من أكثر الجبابرة جبروتا وطغيانا وتكبرا وظلما وبطشا وفتكا بعباد الله المؤمنين فرعون قبحه الله ولعنه ليس هذا فقط بل جاءه ليدعوه ليترك دينه وما هو عليه من ادعاء الألوهية والربوبية من دون الله يدعوه إلى أن يوحد الله الأحد إلى أن يوحد الله الواحد الأحد فهي يعني أمر صعب ومع ذلك لا يسع النبي والرسول عليه الصلاة والسلام لا يسعه إلا أن يلتزم بأوامر سيده والله عز وجل قد وعده والله لا يخف المعات وعده بأنه سيحفظه وسينجيه وسينصره وهذا الذي وقعه أتى موسى وهارون طرق الباب موسى بن عمران دخل على فرعون على هذا الطاغية فدعاه إلى الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن يتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل كلم موسى عليه الصلاة والسلام هو هارون كلم فرعون وطلب منه إن لم يرد أن يؤمن بالله العظيم وأن يوحد الله فلا أقل من أن يرسل معهم بني إسرائيل طيب اشتب فيهم بني إسرائيل هم قومنا أرسل معنا بني إسرائيل وحررهم من عبوديتك ومن بطشك واستبدادك لأنه كان يقتل أبناءهم ويستعي نساءهم استعبدهم يستعملهم في الأعمال الشاقة هو وقومه الأقباط قال الله تبارك وتعالى مبينا هذا الحوار الذي جرى بين موسى وهارون من جهة وفرعون وقومه من جهة أخرى عندما طلب موسى وقال موسى هذه الدعوة لفرعون ماذا كان إجابة فرعون قال فرعون قال ألم نربك فينا وليدا تذكر أنت عندما ربيناك في قصرنا وليدا لسنوات طويلة تأكل وتشرب وتنام وتخدم ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلته وأنت من الكافرين يعني أنت فعلت يذكره ويمن عليه هذا الخبيث والمنة لله ليست لهذا الخبيث المخبث وش عند يملك فرعون عشاني من على الناس ما عنده شيء لا أهو ولا غيره الملك ملك الله والمال مال الله سبحانه وتعالى وجميعنا عبيد لله تبارك وتعالى حتى المال الذي في يدك وفي يدي مهما تعبت في تحصيله ومهما بلغت ثروتك في حقيقة الأمر أنت وأنا لا نملك شيئا فمن هذا الخبيث بهذه المنن التي ليست له فقال موسى عليه الصلاة والسلام قال فعلتها إذا وأنا من الضال أنا لم أكن راغبا في قتل ذلك الرجل كما ذكرنا في درس ماضي إنما وقع قتله بقضاء الله وقدره ما قصدت قتله ثم قال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين أي أوحى إليه وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يقول له موسى يعني ترى الذيتنا ربيناك وعطيناك ووكلناك طيب بعدين يعني كونك أحسنت إلي بعض الوقت هل يعني ذلك أن تستعبد قومي وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل طيب لا أنكر أنك أنفقت علي لا أنكر أنني عشت في بيتك ومع زوجتك الكريمة لسنوات لا أنكر ذلك ولكن هل يسوّغ لك ذلك كله أو كله أن تستعبد بني إسرائيل تستعبد قومي وكأنك تستقصي وتأخذ الثمن من قومي باستعبادهم واسترقاقهم فقال له أو سأله فرعون قال وما رب العالمين شوفوا الآن بدأ يدخل كما يقال في الجدال البيزنطي صفسطة الصفسطة الصفسطة الكلام الفاضي هذري فهنا فرعون بدل من أن يؤمن بالله العظيم دخل في هذه الأسئلة البيزنطية التي لا طائل من ورائها وهو يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء قال وما رب العالمين سبحان الله وهل هذا السؤال وهل مثل هذا السؤال يسأل من أنت حتى تقول وما رب العالمين من أنت أيها الحقير فرعون فقال وما رب العالمين قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين يعني هذه السماوات بشمسها وقمرها وأفلاكها ونجومها وكواكبها لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل ما في تصادم ما في تضاد وكل في فلك يسبحون وهذه الأرض المبسوطة الممدودة وهذه العوالم الكثيرة في البحار والصحراء وغير ذلك مما لا نعلم من الذي أوجده عضرتك يا الخبيث المخبث أنت الذي تعجز تعجز عن خلق بعوضة فضلا عن إيجاد هذا الكون العظيم المتقن صنع القاه الذي أتقن كل شيء فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين هذا الكلام ينفع منه ينفع الموقن المؤمن أما غير المؤمن ما ينفع الكلام قال لمن حوله ألا تستمعون هو الآن حرج الآن خلاص وضع في لأن يعني أقام عليه حجة من نفسه كما قال الله عز وجل عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا عندما قال أنا ربكم الأعلى يعلم فرعون علم اليقين في قرارة نفسه أنه كاذب يعلم دون شك أنه كاذب ولذلك قال الله أصدق القائلين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فقد جحد بلسانه أما في قرارة قلبه هو موقن ويعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله وأنه ليس بإله بدلل كما سنذكر عندما أهلكه الله عز وجل حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فالمقصود أنه الآن لأن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا الجواب الذي فيه حج دامغة رب السماوات والأرض السماوات والأرض موجودة قبل أن تخلق أيها الحقير إذا انقطعا أنت لست بإله ولست أنت الذي خلقت السماوات والأرض فكان جوابا مختصرا وحجة دامغة كما قال إبراهيم لذلك أن نمرود قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يلا ورنا ورنا مراجلك يا الخبيث المخبث قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فهنا عندما أحرج هذا الخبيث وأسقط في يده أراد أن يدخل من حوله في هذا النقاش علّه أن يظفر بحجة بدليل يغلب موسى فقال لوزرائه الذين هم على شاكلته قال لمن حوله ألا تستمعون ثم مش قاعد يقول هذا أعاد موسى قال ربكم ورب آبائكم الأولين ثم قال على سبيل التهكم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون هذا العادة مجنون ساحر الآن شوي يحرفوها إرهابي متشدد عنصري طائفي وهابي قل ما تقول كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال ولا نترك ما نحن عليه أي من الحق لشناعة شنعت ما كل واحد يصرخ عليه وهجب وجهك تترك لا تذكر اللي عندك أنت على حق ليقول عنك ما يقول وهابي ناصبي وهابي ناصبي قل قل تبي هاي ضر هذا لا يقدم ولا يؤخر يبقى الحق حقا ويبقى الباطل باطل فماذا بعد الحق إلا الضلال فهنا بدأ يتهكم يعني بدأ بالحرب النفسية مجنون ساحر مبتدع أتى بدين جديد مثل هذه التهم تشكل حرب نفسية وتنفر عامة الناس الذين يعني لا يقفون مع حقائق الأمور استمر موسى عليه الصلاة والسلام وفي هذا درس عظيم أحبتي في الله أنه لم يلتفت إلى هذه الترهات وهذه الشنشنة التي تكون من من فرعون ثم قرر له فرعون عندك آية طيب أنت تقول لك رسول عليه الصلاة والسلام عندك آية دليل أنك رسول هذا السؤال حق لا شك هذا السؤال حق والله عز وجل اقتضت حكمته أنه يؤيد كل رسول بآية يعني بمعجزة تبين صدقه حتى يسد الباب على كل مدع كاذب فقال نعم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين أخرج اليد وهو كما قلنا موسى عليه الصلاة آدم آدم يعني أسمر أسمر اللون فيدخل يده في جيبي ثم يخرجها تكون كفلقة القمر تشع بياضا ونورا ثم إذا عادها في جيبي مرة أخرى وأخرجها رجعت كما كانت معجزة من الله تبارك وتعالى الذي لا يجزي في أرض السماء عندما رأى هذا الخبيث المجرم الطاغية فرعون رأى مثل هاتين الآيتين من موسى عليه الصلاة والسلام كأنه كأنه وجد مخرجا فقال بس إذن أنت ساحر ما تصنعه الآن تتحول العصى إلى ثعبان وإلى جان ويعني تخرج يدك التي كانت سمراء تخرجها بيضاء يشع نورها كفلقة القمر إذن هذا عمل السحرة وكما قلنا كان السحر منتشرا في زمانه فدعاه موسى أدعاه فرعون وقال أنا كذلك سأتيك بالسحر الذين هم يعملون في دولتي ونرى أي الساحرين يغلب ويظهر على الآخر فقال موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل ولقد أريناه ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى يعني فرعون وقال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال لموسى خلص إذن نتبار نأتي بسحرتي وأتينا بسحرك أنت لنرى ما الذي يظهر اجعل موعدا يا موسى فقال موسى عليه الصلاة والسلام قال موعدكم يوم الزينة هذا يوم عيد من أعيادهم يحتفلون به في زمانهم وهو يعلم موسى طبعا لو كان يعيش بينهم هم قومه فيعلم أيامهم وأعيادهم ومناسباتهم فيعلم أن هذا اليوم أن هذا اليوم يوم الزينة يعد عيدا كبيرا ومهرجانا مشهودا في مصر ثم قال وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى قال يوم عيد الزينة اللي هو العيد الأكبر عندهم يجتمع جميع الناس أو غالب الناس ثم قال وَالْمَوْعِدْ تَحْدِيدا الضَّحَى قال العلماء اختار هذا الوقت ضُحًا حتى لا يكون هناك ظلام يُعَمِّي على البعض حتى يعني تكون فضيحتهم على رؤوس الأشهد في عز النهر كما نقول فعلا جاء هذا اليوم وقبل أن يأتي هذا اليوم أخذ فرعون الخبيث يرتب له ترتيبا فأجلب بخيله ورجله ودعا السحرة يأتونه من أطراف البلاد فاجتمع عنده عدد كبير من السحرة ليس هناك نص فيما أعلم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعول عليه ويعتمد عليه في بيان أو في اعتماد عدد السحرة ولكنهم الرواية مختلفة المنقولة عن أهل الكتاب وأعداد كثيرة يعني منهم من أوصلهم إلى سبعين ألف فالمقصود أنه جمع غفير من السحرة جاءوا في هذا اليوم مشوث يوم الزينة وأتى فرعون بعد أن وضع كرسيه وأتى بموكبه وبجنوده وبنوده وحشمه وخدمه وخرج الناس عن بكرة أبيهم وجاء موسى صلوات الله وسلامه عليه مع أخيه هارون ثم أتوا السحرة وخيروا موسى عندما أتوا السحرة حذرهم موسى عليه الصلاة والسلام ووعظهم كما قال الله عز وجل فتولى فرعون يعني بعد أن قال له موسى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضوحى فتولى فرعون خلاص يدبر هذا الأمر ويجهز ويعد العدة كما قلنا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى عندما اجتمعوا في هذا اليوم العظيم قبل أن تبدأ هذه المباراة وهذا التحدي بين ركب الرحمن وركب الشيطان أراد موسى وكأنه يقذف آخر سهم في جعبته فأخذ يعظ السحرة يعظ فقال لهم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم يعني يمحقكم يستعصلكم قال فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة عندما قال موسى هذا الكلام وكان كلامه مؤثر وكان لهذه الموعظة أصداء جيدة في صفوف السحرة فتنازعوا بينهم أمرهم يعني اختلفوا قبل أن يبدأ هذا التحدي وهذه المباراة منهم من يقول يؤيد كلام موسى ومنهم لا يؤيد كلام موسى فهذه الموعظة يعني خلخلت الصف صف السحرة ثم نادى منادم فيهم من السحرة الذين لا يزالوا على تأييده لفرعون قالوا إن هذان لساحران يعني موسى وهارون عليهم السلام يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحريما ويذهبا بطريقتكم المثلى ما أنتم عليه من عبادة فرعون هذا الخبيث فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قال لهم موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى شايك موسى من يبدأ أنت تلقي عصاك أم نلقي فقال موسى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم كانت معهم حبال وعصي راموها في الأرض فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهذا هو السحر التخيل السحر نوعان سحر التخيل وسحر له حقيقة وتأثير سحر التخيل الأشياء لا تتغير وإنما التي التي تسحر الأعين وليس الأشياء يعني يلقي هذه العلبة مثلا لا تتغير لكن تسحر الأعين فيخيل إليهم أنهم يشاهدونها أمرا آخر وهذا الذي وقع من سحرة موسى أو من سحرة فرعون أما سحر التأثير فهو لا يؤثر على الأبدان فهو يمرض ويتعب وقد يقتل أسأل الله السلامة الععافية فهنا وقع منهم سحر التخيل فألقوا حبالهم وعصيهم ثم سحروا أعين الناس واسترهبوهم بطلاسم شيطانية خبيثة فخيل للناس أنهم يرون هذه الحبال وهذه العصي أنها ثعابين تتهرك فهاج الناس واضطربوا وخافوا وفروا ثم قال الله عز وجل لموسى فأوجس في نفسه خيفة موسى عندما رأى هذه العصي تحولت إلى ثعابين وقلنا ألوف مؤلفة قد تصل إلى عشرات الألوف لا شك أنه منظر مخيف فأوجس بنفسه خيفة موسى خوف فطري بشري فقال الله عز وجل قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث وته ألقى موسى عصاه فتحولت بإذن الله عز وجل إلى ثعبان كبير ضخم مخيف فضيع حركته سريعة فالتقم بسرعة رهيبة جميع هذه العصي والحبال التي يخيل للناس أنها تحولت إلى ثعابين وإلى حيات بهذه السرعة ثم قال الله عز وجل إنما صنعوا كيد ساحر أين كيد الساحر من كيد الله عز وجل سبحانه وتعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى في هذا دليل واضح على عدم جواز الاستعانة بالسحرة حتى وإن كان المقصود من الاستعانة بهم فك السحر إن هذه جرت وطرحت قبل سنوات ومن أحد الفضلاء والأخيار ونقل في ذلك بعض الآثار عن السلف أنهم يجيزون لبعض الذين ابتلاهم الله عز وجل بالسحر يعني هو مسحور وعجز يعني استخدم الرقية الشرعية أو كذا بزعمه أو على زعمه يقول أنني عجزت فيذكرون بعض الآثار التي تجوز لمثل هذه الحالات أن يستعين بساحر ليفك سحره وهذا باطل لا شك في بطلاني تقول طيب جاء عن بعض الأخيار وقود جاء بعض الأخيار كلهم يأخذ من كلامه ويرد آية صريحة واضحة ولا يفلح الساحر الله عز وجل يقول لا يفلح ماذا تقول يفلح الله سبحانه وتعالى يقول لا يفلح نفى عنه الفلاح أبدا هذا حرام لا يجوز والساحر لا يستطيع أن يعمل السحر أو أن يفك السحر إلا بعد أن يستعين بالجن والشياطين من دون الله عز وجل لذلك هذا حرام بل كفر لا يجوز إنما السحر ينشر والنشر هي فك السحر قد تكون محرمة وقد تكون جائزة المحرمة أن يفك السحر بسحر مثلي وهذا حرام لا يجوز بل قد يصل لحد الكفر أما فك السحر بالرقية الشرعية بالأذكار النبوية والآيات القرآنية والإدعية المشروعة فهذا جائز وهذا الذي حثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن وقع هذا الأمر من موسى عليه الصلاة والسلام والتقطت عصاه التي صارت حية ثعبانا عظيما العصية والحبال الحيات التي تظهر للناس هنا خر السحرة ساجدين لله رب العالمين قالوا آمنا برب موسى وهارون ظهر لهم الحق فلق الصبح يعني ما عليه موسى وهارون حق وما عليه فرعون وقومه يعد من أبطل الباطل طبعا هنا يعني لك أن تتخيل فرعون أتى بهم يعني ليعينوه الآن أعانوا عليه فهنا هددهم وقال آمنتم له قبل أن آذن لكم شوفوا الخبيث إن حتى في إيمانهم يريد منهم أن يستأذنوه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ألم أقول لكم أن الإنسان إذا استكبر على الحق فإنه يعيش في عماية وغواية ويبدأ يطرح أسئلة خبط عشواء يتخبط يعني هذه التهمة أنت تعلم أكثر الناس يا فرعون أنها باطلة كيف تقول إن موسى هو كبيرهم وموسى أول مرة يشوفهم ولكنها كما يقال تهم معلبة لأهل الحق قال فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى تهديد ولأصلبنكم في جذوع يعني على جذوع النخل يعني في اللغة العربية أحرف الجر تتناوب أي منتم من في السماء يعني من على السماء سبحانه وتعالى فصلبهم وهددهم وأجلب عليهم بجنوده وبنوده وحرسه بطش من هذا الجبار فما كان رد هؤلاء المؤمنين بلحظات سبحان الله انظروا إلى ثمرة الإيمان إذا خالطت بشاشة القلب انظروا إلى الإيمان إذا استقر في سويداء القلب ماذا يفعل بصاهبه قبل دقائق بل ربما ثواني جاءوا مؤمنين بألهية فرعون وربوبيته وجاءوا ناصرين له أعداء لموسى الآن يتحولون لنصرة موسى وأخي فرعون أعداء على فرعون يؤمنون بالله رب العالمين فما كان منهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلا أنهم قالوا هذه الكلمة قالوا عندما هددهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنتقاط إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح والله خير وأبقى جاء في بعض الآثار والعلم عند الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى عندما سجدوا هم قلنا سجدوا وقالوا أمنا برب موسى وهارون عندما سجدوا أراهم الله عز وجل قصورهم وهي تشيد وتبنى لهم في جنات النعيم والله عليه كل شيء قدير فكان هذا لأن الله سبحانه وتعالى لسابق علمه يعلم أنه سبحانه وتعالى بعد هذا السجود سيهددهم فرعون ويتوعدهم فرعون فيحتاجون إلى ثبات وربما الإنسان يضعف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو إن ممكن تلقى وتفر وفرارك حينئذ كبير من كبار الذنوب فسل الله السلامة دائما فأراهم الله عز وجل هذه الآية كما قال الله سبحانه وتعالى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات رأينا هذه الآية ما يعد لنا في جنات النعيم فأقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وش اللي يفرق المسلم والمؤمن بينه بين الجنة الموت بس تخرج الروح دخلت الجنة إذا كان مؤمنا منه جلس الله نجعنا وإياكم منهم فقط بينك وبين الجنة الآن أن تخرج روحك إذا خرجت روحك وأنت من أهل الإيمان والتوعيد دخلت الجنة ستعيش في حياة برزخية هنيئة في روضة من رياض الجنة صلى الله نجعنا وإياكم من أهلها إذن ثبتهم الله عز وجل وأصروا على مواقفهم قالوا إنه من يأتي ربهم مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات وعدل تجري من تحتها الأنهار خاردين فيها وذلك جزاء من تزكى جاء عن بعض السلف كالمعلق على هذا الأمر أبن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبيد بن عمير قال كانوا يعني السحرة كانوا من أول النهار سحرة فجارا فصاروا من آخره شهداء بررة يعني كانوا سحرة فجرة صاروا في آخر النهار شهداء بررة وهذا فضل الله يأتيه من يشاء قتلهم بطش بهم فرعون نكل بهم بل هم فرعون الخبيث أن يقتل موسى عليه الصلاة والسلام وهم بأن يبطش به قال الله تبارك وتعالى عندما انتهى هذا الموقف وظهرت هزيمة فرعون عن رؤوس الأشهاد وظهر الحق الذي مع موسى وآمن السحرة وبطش بهم انفض هذا المجلس وعاد فرعون إلى قصره جمع مستشاري ليرى ماذا يصنع في هذا الأمر وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك يحرضونه على قتل موسى قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريث ومن يشاء من عباده والعاقبة المتقين الآن أصبحت المواجهة سافرة وأصبحت المواجهة مباشرة تقتيل وتعذيب في وضح النهار لبني إسرائيل ولكل من يؤمن بدعوة موسى عليه الصلاة والسلام اشتد الأمر أرسل الله تبارك وتعالى أو سخر الله تبارك وتعالى رجلاً من آل فرعون وهو ابن عم فرعون وكان مؤمناً موحداً يؤمن بموسى ولكنه يكتم إيمانه فقال وهو في حاشية فرعون والجميع يؤلبون فرعون على موسى تكلم هذا الرجل وهو الذي يسميه العلماء مؤمن فرعون أو مؤمن آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وش ذنب موسى شلق اش سوالكم موسى تقتلون رجل فقط ذنبه أنه يقول ربي الله وهذه قالها من أبو بكر رضي الله عن أبي بكر الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه بأبي هو أمي رضي الله عنه وأرضاه قالها عندما تكالب كفار قريش بمكة على ضرب النبي صلى الله وعلى الله عليه وسلم وآتى أبو بكر مسرع وهو يبعد هؤلاء المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ش ذنبه ش سوالكم فقط يقول ربي الله رضي الله عنه وأرضاه ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو على منبر الكوفة في خلافته كان يذكر المسلمين بهذه الحادثة ثم يذكرها ويبكي في آخرها رضي الله عنه وأرضاه من محبة للصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه فقال هذا الرجل هذا الكلام يدافع عن موسى ثم قال وقد جاءكم بالبينات طلبت بينات عطاكم بينات جاءكم بعجزات وإن يكوا كاذباً فعليه كذبوا وإن يكوا صادقاً يصبكم بعض الذي يعيدكم به يعني فكراً ويقول لهم أين عقولكم ليش الذبحون إذا كان كاذب فعليه كذبوا ما رح يضركم وإن يكوا صادقاً يصبكم بعض الذي يعيدكم به هو يتوعدكم إن لم تؤمنوا سيهلكم الله بعذاب إذن لا مصلحة لكم على الحالين في قتله قال الله عز وجل وهو يعيضهم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يسمعوني طلع ميني أفي ختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصري غشاوة ما في خلص لن يهتدي فقال بينهد المجلس لأن في ناس الغالب يمأيدين القتل موسى هذا الآن نصب نفسه محامي شاف اللغط قال يبسك الموضوع ما أريكم إلا ما أرى انتهى قرارة خلاص ديكتاتورية تفرد بركزية ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم وسبيل الرشاد وكذب كذب هذا الضال المضل فرعون يهدي البشر لسبيل الرشاد سبحان الله سبحان ربي من جملة تهكمه فرعون واستهزائه بموسى قال لوزيره هامان ابن لي صرحا لأن موسى كان يقول لهم رب السماوات والأرض أين ربك فوق السماء مستوى على عرشه سبحانه وتعالى فهذا من باب تهكمه هذا الخبيث الرعديد قال لهارون لوزيره قال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا يعني قصر لعلي أبلغ الأسباب الأسباب يعني أبواب السماوات لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبة خسئت خسئت يا عدو الله أنت الكاذب وهو الصادق موسى عليه الصلاة والسلام فصنع له من الآجر والآجر هو الطين المحترق صنع له قصرا ما عرفت الدنيا إلى ذلك الوقت مثله وفي ارتفاعه يعني ناطحة سحاب فصعد هذا الخبل المجنون على هذا القصر يظن أنه يريد أن يمس السماء وأن يفتح الأبواب خبل أين أنت والسماء في أثر عبد الله بن عباس بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وسمك كل سماء خمسمائة عام وفوق السماء السابعة الماء من أسفله إلى أعلى خمسمائة عام وفوق هذا كله عرش الرحمن قوائمه العظيمة التي لا يقدر قدرها إلا الذي خلقه كرسيه سبحانه وتعالى وهو موضع قدمي الجبار جل في علا وسع السماوات والأرض السماوات والأرض بما فيها كالحلقة في فلاه روح البر قطي ميتفلس شك الميتفلس للبر لا شيء ونسبة الكرسي للعرش كحلقة في فلاه وهل خبل يريد أن يصل بهذا البرج إلى السماء ومن لم يجعل الله له نور فما له فما لهم النور إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور بعد ذلك الموقف قبل الأخير حتى نختم الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة أبدا لحكمته لرحمته لحلمه سبحانه وتعالى يعصونه يحلم عليه يعصونه يسترهم يعصونه ينعم عليهم وهكذا ربما يعطيه إنذار إنذارين ليتعذ ليرجع ثم إذا أخذه واستوفى معاذيره أخذه أخذ عزيز المقتدر فالله سبحانه وتعالى أقام الحجج وليس الحجة حجج على فرعون وقومه ابتداء بدعوة موسى وبالعصى وباليد وغيرها أرسل الله عليهم آيات وهي المذكورة في قول الله عز وجل ولقد أتينا موسى تسع آيات تسع آيات تسع مجزات العصى واليد ما ذكرنا والسنين والمقصود بالسنين سنوات القحط والجدب التي أصابت الناس في زمانهم لأن الآيات تارة تكون بالترغيب وتارة بالترغيب الآية الرابعة نقص من الثمرات لا يكادون يجدون ورقة شجر ولا ثمرة ولا حبة زرع ثم الطوفان والجراد والقمل والدم والضفادم تسع آيات في كل آية يبتليهم الله عز وجل ثم يقولون لموسى يأتون مسرعين باكين يا موسى ادعو لنا ربك لئن كشفت عنا الرجزة لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل شيرت بنا نؤمن نؤمن تبي بني إسرائيل نعطيك إياهم لكن ادعو الله أن يكشف عنا هذا العذاب فإذا دعى موسى ربه كشف الله عنهم العذاب نكثوا عهودهم وعادوا إلى ما كانوا عليه تسع آيات انظر إلى الحليم سبحانه وتعالى طبعا الطوفان جاءهم طوفان وهو يعني استمرار انهمار المطر وفيضان النيل والأنهار وهذه مصيبة فوقعوا في بلاء عظيم فطلبوا من موسى فدعا الله رافع عنهم هذا البلاء ثم عادوا وكذبوا ابتلاهم الله عز وجل بالجراد والجراد معروف حشرة تؤكل بعض الناس يقول كيف تؤكل لا تؤكل ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال عبد الله بن أبي أوفر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأن الجراد يتغدى على العشب مو نفس مثلا الصراصير وكذا لا تتغدى العشب بل هو يعد من الأكلات اللذيذة عند كثير من الناس يعني شهوة يشتهونه فإليهم من هذا يأكلون الناس يعني بعض الشباب الحلوين اللي صغار يمكن ما جربوا الجراد أنا ما جربته ولا أحب أن يجربه عرفت كيف هو عموما لي أسوب النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكله أو لم يأكله عافته نفسه كما أنه عليه الصلاة والسلام عافت نفسه الضب لأن الضب لا يعرف في بلاد الحجاز الضب يعرف أين في بلاد نجد في بلاد نجد الضب يعرف لكن الحجاز ما يعرف الضب فما كان يعرف بلادهم فوضع على مائدته فعافته نفسه لم يأكله ولم يقول أنه حرم كذلك لم يكن يأكل صلى الله عليه وسلم يعني كان يكره أكل الثوم والبصل والكراث لأنه يناجي ربه تبارك وتعالى فشاهد أنه كونه يكره شيء لكن ليس محرما فأرسل الله عليهم الجراد والجراد مصيبة الجراد إذا أتى بأعداد هائلة وكانت هذه البلاد بلاد زراعية يعتبر كارثة فأتى على جميع المحاصيل ولم يترك لهم ورقة ولم يترك لهم ثمرة ولم يترك لهم حبة فوقعوا في ضنك ولا يزال الجراد في ازدياد والبلاء في ازدياد حتى دعى موسى ربه فرفعوا ثم عادوا إلى كفرهم ابتلاهم الله عز وجل بالقمل القمل بعض أهل العلم يعني يقولون بأنها القمل نسميحنا بالقمل باللغة الدارجة اللي يكون في الشعر وهذا مؤذي على أن طائفة أخرى من أهل العلم يقولون القمل ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم القمل بتجديد المين هي النملة الصغيرة الصفراء فابتلاهم الله عز وجل بجيوش هائلة مجيشة من القمل دخلت بيوتهم بيوتهم على فرشهم في أوانيتهم في طعامهم في ملابسهم على أبدانهم أبدا في كل مكان وهي مؤذية شوف سبحان الله بهذه الأمور البسيطة كيف يتكدر عيشك أيها الإنسان وصدق من قال عن الإنسان الذي تقتله شرقة وتؤذيه بققة بقة تقرسك تسوي قصة وهي بقة شرقة بماء أو شرقة بريج تعيشك يوم مكدر ضعيف ثم طلبوا موسى فدع الله عز وجل فرفع عنهم القمل ثم عادوا إلى كفرهم ابتلاهم الله عز وجل بالضفادع ضفادع معروفة ضفدع هذه الضفادع التي ابتلاهم الله عز وجل أيضا بجيوش من الضفادع قالوا قال المفسرون إلى درجة أنه إذا فتح أحدهم ثمه ليتناول لقمة قفس ضفدع في فمهم على أنيتهم في طعامهم على فرشهم ضفادع في ضفادع حياتهم مضفدعة فأيضا عاشوا في ضنك من العيش طلبوا من موسى دعا الله عز وجل رافع الله عنهم هذه الضفادع إذا توبوا آمنوا الله يأخذكم ماكو فايدة عادوا إلى كفرهم وعنادهم ابتلاهم الله عز وجل بالدم وهذه آية عجيبة غريبة النيل باق على حاله فإذا يعني ما إذا أتى أحدهم وأراد ويعني غرف دلوا منه ليشرب بمجرد أن يملأ دلوة ينظر في الدلو تحول هذا الماء الزلال إلى دم عبيط الدم العبيط يعني الدم المسفوح الجديد بين قوسين الفريش هكذا يرد يرد ماء يأخذ يتحول دم عبيط ليس فقط النيل جميع الأنهار جميع العيون جميع الآبار فتنقص عشون وفي كل هذه الآيات القمل والضفادع والدم والطوفان والجراد جميع هذه الآيات تصيب فرعون وقومه أما موسى وبنو إسرائيل لا يصيبهم شيء يروحون النيل يشربون ماء عادي هذا الراك يسحب ما يطلع دم بيتهم وهم عايشين الضفادع تتقافز بينهم وهم يعيشون بني إسرائيل في رغد من العيش آية من الله عز وجل بعد ذلك وبعد أن أعذرهم الله عز وجل وقد أقام عليهم ليس فقط الحجة بل الحجج وبعث لهم الآية لول آية عندها أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ هو وبنو إسرائيل بيوتا تميزهم عن بيوت قوم فرعون كما بيّن الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين أمرهم أن يتخذوا بيوتا متميزة إما أن يتخذوا بيوتا متميزة في أشكالها إما أن يجعلوا على بيوتهم علامات متميزة الله أعلم المهم واقع الحال أن بيوتهم تميزت عن بيوت الأقباط قوم فرعون وفي تلك الأثناء لم يؤمن لموسى عليه الصلاة والسلام طبعا آمن معه بن إسرائيل جميعهم وهم شعبه لكن من قوم فرعون لم يؤمن من الأقباط من قوم فرعون بدعوة موسى إلا النزر اليسير تحديدا آمنت به آسية مرأة فرعون وآمن به مؤمن آل فرعون الذي مر ذكره وهو ابن عم فرعون وآمن به ذلك الرجل الصالح الذي ذكرنا قصته في بداية قصة موسى الذي جاء لينذر موسى كما قال الله عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وآمن معه السحرة وقيل إنه آمن معه طائفة من قوم فرعون كما قلنا عندها أمر الله عز وجل أن يتخذ بني إسرائيل لبيوتهم يعني علامة متميزة أو تميزهم عن بيوت الأقباط ثم قال الله عز وجل واجعلوا بيوتكم قبلة قال بعض المفسرين المقصود بالقبلة أنهم يتخذونها مصليات وقال آخرون المقصود بها قبلة أن في هذا إسقاط من الله عز وجل وترخيص لهم أن يتركوا الصلاة في معابدهم وأديرتهم وأماكنهم مثل مساجد شلون يعني مع فارق التشبيه وهذا معروف لكل ديان لهم أديرة ويعني أماكن يؤدون الصلاة كنائس أديرة معابد فالله سبحانه وتعالى رخص لهم أن لا يصلوا وأن لا يخرجوا إلى هذه المعابد يصلون في بيوتهم يتخذون بيوتهم قبلة ثم دعى موسى عليه الصلاة والسلام بعدما اشتد الخطب عليه وعلى قومه من هذا الطاغية دعى موسى ربه تبارك وتعالى قال الله عز وجل وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يعني موسى عليه الصلاة والسلام دعى الله عز وجل بأن رب العزة والجلاء قد أمهل لفرعون وأمده في طغيانه وأعذره سبحانه وتعالى وأمهله وبالغ في حججه وعذاره وحلمه عليه سبحانه وتعالى وأتاه من هذه الأموال والزينة الكثيرة جدا ومع ذلك لم يزدد هذا الطاغية إلا ظلما وعتوا وكفرا واستكمارا فقال موسى عليه الصلاة والسلام قال ربنا يعني اطمس على ربنا اشدد على ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال الله عز وجل قال من القائل؟ الله سبحانه وتعالى قد أجيبت دعوتكما دعوة موسى وهرون فاستقيما ولتتبعان لسبيل الذين لا يعلمون أوحى الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا وهذا الذي ذكره الله عز وجل بقوله وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون والإسراء كما هو معلوم أيها الأحباب الكرام الإسراء في اللغة هو المش ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ففي هذا دليل على أن خروجهم كان في الليل الأمر تهيأ وكما قلنا في أكثر من مناسبة إن الله عز وجل هو الحكيم في أفعاله الحكيم في تقديره الحكيم في إقواله الحكيم في أوامره ونواه سبحانه وتعالى فإذا أراد شيئا هيأ أسبابه فانظروا كيف هيأ الله الأسباب ليعلم عباده أن الأمور لا تأتي هكذا خبط عشواء لا بد أن يهيئوا الأسباب وأن يبذلوا الأسباب أمرهم أن يتخذوا بيوتاً متميزة حتى إذا جاء وقت النفير يسهل على بعضهم البعض أن يخبروا بعضهم البعض بيوت متميزة على طول يعرف أن هذا بيت إسرائيلي هذا بيت قبطي فيكون الإخبار والتبليغ والإبلاغ بسرعة وهذا هو المطلوب ثم أمرهم أن يمكثوا في بيوتهم سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام ثم جاء الوعد الحق أمر موسى أمر الله موسى أن يسري أن يخرج ليلاً ببني إسرائيل وكان قبل ذلك بني إسرائيل جاءوا إلى فرعون وقالوا له إن لنا يوماً نحتفل فيه مثل يوم الزين الذي ذكره الله عز وجل وهو يوم احتفال عندهم قال لنا يوماً يعني في ديننا في ديانتنا لنا يوم مقدس نقدس هذا اليوم ونحتفل فيه طيب ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن تأذن لنا أيها الملك أن نخرج خارج البلد لنحتفل في هذا اليوم وبعد ماذا تريدون؟ قالوا ونريد إذا ممكن أن تقرضنا الحلي والذهب لأن نحن يعني عامة شعب بني إسرائيل كانوا فقراء كما ذكر الله عز وجل في أكثر من موضع يذبحون أبنائهم ويستحوا نساءهم يستخدمون الخدمة ما عندهم فقراء فأن تقرضنا ذهباً وحلياً من نسائك لنسائنا لنتجمل ونحتفل في هذا اليوم وافق فرعون على مضض وعلى كراها وأعطاهم هذا الذهب وأخذوا على أن يخرجوا في يوم في صباح هذا اليوم في ليلة هذا اليوم كان الوعد من موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا فخرجوا ليلاً وكما قلنا كان خروجهم بسهولة ويسر نظراً لأن بيوتهم معروفة فلم يحدثوا جلبة ولم يحدثوا صخباً تسللوا هكذا سبحان الله كأسراب القطى تروا القطى معروفة كأسراب القطى كيف سبحانه وتتسلل وتمشي على الأرض يعني بخفة فخرجوا وتقدمهم موسى وانطلقوا خارج مصر فروا يريدون بذلك أن يذهبوا إلى بلاد الشام إلى بيت المقدس في فجر هذا اليوم علم فرعون بلغته الأخبار من حرسه وجنده بما فعل بني إسرائيل جن جنونه صاح في جنوده فحشر فنادى ثم انطلق على رأس هذا الجيش العرمرم المدمر هو ووزيره هارون انطلق بهذا الجيش الكبير على إثر بني إسرائيل وهذا بيّنه ربنا تبارك وتعالى بقوله ووحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون إلى آخر الآيات فانطلق على إثرهم فرعون يتبع موسى عليه الصلاة والسلام وصل موسى وبنو إسرائيل وكان موسى عليه الصلاة والسلام في الساقة في الساقة يعني في آخر الجيش لأن الجيش له أربعة مواضع رئيسية المقدمة والميمنة والميسرة والساقة وإن شئت أن تقول القلب فكان موسى عليه الصلاة والسلام في الساقة في آخر بني إسرائيل حتى يعني يطمئن عليهم كالذي يسوس غنمه يخاف أن تضيع وأن تشرد لحرصه عليهم صلوات الله وسلامه عليه ومع بزوغ الفجر بل مع شروق الشمس وإذا ببني إسرائيل وكان سيرهم سيرا بطيئا خرجوا معهم الأطفال والنساء والشيوخ ومعهم دوابهم ومتاعهم والحلي الذي أخذوه فلا شك أن مشيهم يكونوا بطيئا قافلا بخلاف مسير الجيش الذي يكون في جد وانطلاق كرجل واحد في سيره فسمعوا جلبه أصواتا صاخبة من سنابك الخيل يعني حوافر الخيل وصهيل الخيل واحتدام السيوف فعلموا أن فرعون قد أتاهم بجنوده وحديده وحديده ليستأصيلهم ويعلمون أنه إذا قبض عليهم فرعون مصيرهم القتل لا محالة يعني زاد الله عز وجل في بلائهم واختبارهم أنهم انتهى بهم المطاف وهم خارجون من مصر إلى بلاد الشام انتهى بهم المطاف إلى البحر وكانت تحيط بهم الجبال من كل جانب فكان البحر من أمامهم والجبال الشاهقة عن يمينهم وشمائلهم وفرعون وجنودهم من خلفهم يعني القضية محسومة بمقاييس الأرض والعقل القضية محسومة بأنهم مدركون سيدركهم فرعون وجنوده قال بن إسرائيل بعضهم لبعض ما ذكره الله عز وجل قال فأتبعوهم مشرقين أي بعد أدركوهم بعد شروق الشمس قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى خلص الآن فرعون وجنوده يعينون يرون يعني أدركوا ما بينهم إلا مسافة فقط يسيرة أدركوا بني إسرائيل وبنوا إسرائيل كذلك التفتوا وأدركوا قدوم فرعون وجنوده وأمامه البحر وفرعون من خلفهم كما قلنا ومحاطون بالجبال عن يمينهم ويسارهم فقال أصحاب موسى إنا لمدركون الأمر انتهي موسى خلص فقال موسى عليه الصلاة والسلام الواثق بنصر الله عز وجل له المتوكل على الله تبارك وتعالى وهذا مثال وصورة وأنموذج على صدق التوكل ليس المهم فقط أن تقول أنا من المتوكلين كل واحد يقول أنه متوكل الله في أحد يقول أنه متوكل على الله أبد هذا كفر كل إنسان يقول أنا متوكل على الله ولكن من الذي يبين الصادق من الكاذب مثل هذه الظروف هنا يظهر صدق التوكل على الله في هذا الظرف الحالك هنا تظهر ثمرة التوحيد التوحيد تظهر ثمرة هنا في مثل هذه المواقف فقال موسى بقلب الواثق المطمئن المعتمد على الله تبارك وتعالى كلمة عظيمة قال عليه الصلاة والسلام قال كلا كلا يعني لسنا بمدركين كلا إن معي يا ربي سيهدين فتقدم عليه الصلاة والسلام من مؤخرة الجيش أو من مؤخرة المسير إلى مقدمته ووقف على الصخرات التي على شاطئ البحر وهو ينظر إلى هذا البحر العظيم يتلاطن بأمواجه وإذا التفت إلى خلفه يرى هذا المجرم يقدم عليه بجحافله وجنوده فتقدم عليه الصلاة والسلام ومعه أخوه هارون ومعهما يوشع بن نون هنا ظهر اسم يوشع وسنذكر قصته إن شاء الله في الدروس القادمة لأن الله عز وجل أوحى إليه بعد موسى فتقدم هؤلاء الثلاثة المباركون موسى وهارون ابن عمران عليهما السلام ومعهما يوشع بن نون وتقدم أيضا معهم الأحبار والرهبان وصالحوا بني إسرائيل وضرعوا إلى الله تبارك وتعالى يدعون الله عز وجل أن يكشف بهم أن يكشف عنهم ما هم فيه فكانت النتيجة أن قال الله سبحانه وتعالى القدير قال فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر عصى التي كانت مع موسى أوش بها على غنمي ولي فيه أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وهذا أيضا درس عظيم أيها الأحباب الكرام أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وإلا كان الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يجزه سبحانه وتعالى أن يأمر البحر أن ينفلق دون أن يضرب موسى بعصاه البحر ليس كذلك بلى ولكن الله ليعلمه وليعلم البشر من بعده عندما يقرؤون قصة موسى ويقفون على هذه المعاني وهذه الدروس يتعلم كل مخلوق أن السماء لا تمطر ذهبا لابد أن تبذل الأسباب وبذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى بل عدم بذل الأسباب خدش في التوكل وخدش في حكمة الله عز وجل لابد أن نتعلم هذا يوالأحباب لابد من بذل السبب وقبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك اعتماد قلوبنا على الله لكن نبذل السبب فقال اضرب بعصاك للبحر عصا صغيرة ضرب بها البحر قال الله عز وجل أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم هذا البحر العظيم بضربة واحدة من موسى بأمر الله عز وجل فلق الله القدير هذا البحر في لحظة في لحظة انفلق هذا البحر العظيم وأصبح كل فرق يعني كل جانب كالطود كالجدار كالجبل العظيم هكذا الماء واقف لا تسقط خطرة ماء كالجدار ثم أرسل الله عز وجل الريح الدبور وهي ريح قوية مؤذية أرسلها الله عز وجل فجففت من كشف هذا الطريق الذي انكشف من البحر لأنه إذا انكشف هذا الطريق يكون دركا زلقا لا تستطيع سنابك الخيول والدواب أن تمشي عليه طين كيف تمشي عليه فأرسل الله عز وجل الريح الدبور القوية بلحظات على طول هذا الطريق الذي شقه الله في منتصف البحر فجففت هذه الأرضية وأصبح طريقا معبدا للسالكين قال الله عز وجل ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا إذن الريح الدبور بإذن الله عز وجل كانت سببا في يبوسة هذا الطريق أو تيبس هذا الطريق فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى أدخذ من الزلق ومن عدم ثبوث سنابك الخيل وأقدامكم سر في هذا الطريق المعبد فنزل بن إسرائيل في وسط هذا البحر يمشون على هذا الطريق المعبد سبحان الخالق وهم يرون عن يمينهم وعن شمائلهم هذين الطودين العظيمين من المياه واقفة لم تخرج عليهم كما قلت قطرة ما فحفظهم الله عز وجل حتى تجاوزوا إلى الضفة الأخرى جميعهم وصل فرعون وهو ينظر إلى هذه الآية العظيمة هل آمن؟ لم يؤمن إن الله عز وجل ما كتب له الإيمان تردد فرعون أدخل لا أدخل هذا الأمر مخيف أراد أن يدخل تردد قليلا بمشورة وزيره الطاغية الآخر هامان ولكنه غلبته شقوته فأمر جنده أن يسلك هذا السبيل الطريق الذي جعله الله بين هذين الطودين في البحر ليتبعوا بني إسرائيل عندما رأهم موسى عليه الصلاة والسلام وعن الضفة الأخرى رأى فرعون وجنوده رأى فرعون وجنوده قد سلكوا هذا الطريق في منتصف البحر أراد أن يباشر وأن يضرب البحر مرة أخرى ولكن الله عز وجل نهاه وأوحى إليه أن يترك البحر كما قال الله عز وجل واترك البحر رهوى تركه لا تضربوا دعهم يأتون ثم عندما أتى جميع جنود فرعون وأصبحوا في منتصف هذا الطريق هنا أمر الله عز وجل موسى أن يضرب البحر فضربه فماج بهم البحر فماتوا جميعهم أهلكهم الله عز وجل وهم ينظرون كما بيّن الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل في بيان ذلك وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن في ذلك لآية علامة وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز في حكمه لا رد لقضائه فقضى أن يهلك فرعون وقومه فتم هذا القضاء رحيم بمن أنجاهم وهم موسى ومن معه من بني إسرائيل عندما هلك فرعون وقومه وقع الشك في نفوس بعض بني إسرائيل إنهم كان يعيشون سنوات طويلة عقود متواصلة تحت وطأة هذا الجبار فوقع الشك في نفوس بعضهم أنه لم يمت لأنه من شدة ما يعظمونه ويخافون منه وكان يدعي لنفسه الألوهية والربوبية من دون الله عز وجل ويرونه في هذا المكان العالي جدا بالنسبة لهم وهو الذليل شك بعضهم أنه لم يمت وكأن مثل هذا الكلام قد بلغ موسى عليه الصلاة والسلام فأخرج الله عز وجل جثة فرعون من أعماق البحر هكذا تطفو أمامهم على السطح بشحمه ولحمه وحديده ودروعه أخرجها لهم لتكون لهم آية كما قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا غافلون فرعون عندما أغرقه الله عز وجل في هذه الأثناء وهي لحظات سكرات الموت ولحظات خروج الروح لحظات يسيرة في هذه اللحظات عندما عاين الموت وعاين الآخرة لحظة خروج الروح قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين شوف الخبيث لم يقل حتى في هذه اللحظات لتكبره لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله آمنت أنه لا إله إلا ربي إلا رب العالمين حتى هذه لم يقلها إنما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمات به بنو إسرائيل وتكبر حتى في هذه اللحظات أن يقر وأن يعترف بلسانه بربوبية وألوهية الجبار سبحانه وتعالى وبعبوديته له جل في علاه فخذره الله عز وجل ولم يقبل توبته لأن التوبة كما بيّن صلى الله عليه وآله وسلم تقبل من الإنسان مهما عمل ومهما ارتكب ومهما قصر تقبل قبل حدوث أمرين اثنين أمر خاص به بكل إنسان وأمر عام لجميع الخلق الأمر الخاص ما لم يغرغر والغرغر أن تبلغ الروح الحلقوم صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر إذا غرغر يعني بلغت الروح الحلقوم في لحظة خروجها وعاين ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وعاين الموت وعرف أن الموت حق وأن الحساب حق يؤمن لا يقبل إيمانه وهذا الذي وقع لفرعون الحال الثانية وهي حال عامة ما لم تطلع الشمس من مغربها إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هذه علامة عامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عباس وهو حديث صحيح قال قال لي جبريل عليه السلام لو رأيتني يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر حال البحر يعطيني البحر وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تناله الرحمة طيب قد يقول قائل لماذا فعل جبريل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الجواب في ذلك والعلم عند الله عز وجل أن الله عز وجل إذا غضب غضب لغضبه كل شيء طبعا كل شيء من الصالحين من الأخيار أن ربنا إذا غضب غضب له كل شيء ولذلك يوم القيامة نسأل الله نجعل ناوياكم فيه من السعداء تأتي النار ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام من سبعون ألف ملك يجرونها وهي تتفلت تريد أن تتفلت وأن تنقض على العباد في أرض المهشر وهؤلاء الملائكة العظام سبعون ألف يزمونها ويمسكونها وهي تتفلت على العباد غضبا لغضب الجبار جل في علا كما تقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما يطلب منهم يطلب منهم أصحاب الموقف الشفاع ماذا يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده نفسي نفسي ذهبوا إلى يعني يشير إلى النبي الذي بعده فالمقصود أن جبريل عليه السلام والعلم عند الله عز وجل لقد قال هذا الكلام غضبا لغضب الله على هذا المغضوب عليه إن الله غاضب عليه في أعظم من أن يدعي الألوهية والربوبية من دون الله عز وجل في أعظم من أن يسفك دماء الأبرياء إلى آخر ذلك من الجرائم العديدة لهذا المجرم ثم أيضا في المقابل وخشي أن تناله الرحمة لأن رحمة الله وسعت كل شيء لو كان الإنسان طاغية مجرم فعل الأفاعيل ثم تاب إلى الله يتوب الله عليه ما يتعلق بحق الله يسقط بالتوبة وما يتعلق بحق الآدميين ما رده إلى الله إن كان في هذه الدنيا يستسمحهم يقام عليه الحد أو القصاص وإن لم يكونوا في هذه الدنيا كأن يكون قد قتلهم فما ردهم إلى ذلك اليوم العظيم يقتص بعضهم من بعض لكن حق الله يسقط بالتوبة سبحانه وتعالى منة وتكرما على عباده فخشي جبريل أولا غضبا لله عز وجل وخشي أن تناله رحمة الله عز وجل وهذا والعلم عند الله عز وجل طيب نجى الله تبارك وتعالى كان هذا الإغراق لفرعون وجنوده صادف في يوم عاشراء ويوم عاشراء هو العاشر من محرم طبعا لم يكن عندهم هذا التقويم الهجري يعني لم تكن هذه الأشهر معروفة عندهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخبرنا بوحي من الله فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن هذا اليوم الذي أغرق الله فرعون وقومه ونجى الله موسى وقومه من الغرق ومن فرعون يصادف يوم عاشراء وهو العاشر من محرم في تاريخهم قد يكون لهم تقويم آخر لكن يصادف يوم عاشراء في علم الله عز وجل ولذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشراء فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أنتم أحقوا بموسى منهم فصوموا فصاموا وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ما تعلمون نسخ صيام يوم عاشراء إلى الاستحباب بعدما فرض صوم رمضا هنا حقيقة يعني وقف تنبيه وهو أنه وقد ذكرت ذلك في مناسبة أخرى ولكن هذه أيضا موضعها أن بعض الفضلاء وبعض الأخيار عندما وزع بعض المطويات أو بعض الملصقات يكتب فيها يوم عاشراء يوم فرح وهو يريد هذا المعنى أن موسى عليه أن في هذا اليوم نجى الله موسى وهي يوم فرح بهذا الاعتبار نعم بهذا الاعتبار صحيح نفرح يفرح كل مؤمن منتصار المؤمنين هذا لا إشكال فيه ولكن لا يجوز إطلاق كلمة يوم فرح هكذا إطلاقها على يوم عاشراء هذا لا يجوز وما أعلم أحدا من السلف ومن العلماء المعتبرين قد أطلقوا على يوم عاشراء بأنه يوم فرح إطلاق أكرر أنا أقول إطلاق يعني أسمع عاشراء على سبيل العموم يوم فرح ويتداولون فيما بينهم أهل العلم بأن هذا يوم فرح لا أعلم ذلك نعم قد يكون يوم فرح بهذا الاعتبار لكن لا نطلق عليه مثل هذا الإطلاق بل المعروف أن الذين يطلقون هذا الإطلاق على هذا اليوم هم النواصب والنواصب فرقة خبيثة نصبت العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنكاية في آل البيت في هذا اليوم كما أن الرافضة يحزنون ويبكون ويلطمون إلى آخره في هذا اليوم فالنواصب نكاية بهم يظهرون الفرح والسرور ويوسعون على أولادهم يعني مثل عياد يعطون ويقيمون الأفراح ويوزعون الحلويات فهو ينفرح عندهم نكاية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنة والجماعة بلئون من هذه البدع بلئون من هذه المآتم كما أنهم لا يقولون بأنهم ينفرحوا سرور أن نفرح بمقتلي الحسين رضي الله عنه والذي قدر الله أن يقتل في يوم عشراء أعوذ بالله فلذلك هذا خطأ ولا يروج مثله لا يقال ولا يطلق عن يوم عشراء بأنه يوم فرح كذا على الإطلاق إنما نصمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه لماذا صامه نعم أحق بفرحه بانتصار موسى على فرعون لكن لا نقول بأنها مناسبة فرح هذا الذي أريد حقيقا أن ننبه عليه إنما نصمه كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للأجر والمثومة من الله تبارك وتعالى طيب ما الذي جار لبني إسرائيل بعد أن نجاهم الله عز وجل لا خلص فرعون وقومه قد انتهى أمرهم والله عز وجل أورثهم كما وعدهم أورث بني إسرائيل هذه الديار وهذه الأموال التي أخذوها في طريق خروجهم تفضل ومنة من الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل فانتقمنا منهم يعني من فرعون وقومه فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم يعني البحر بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون إذن من الله على بني إسرائيل أورثهم الأرض أورثهم الأموال وأنجاهم وأغرق عدوهم عندما تجاوز بني إسرائيل البحر أتوا على قوم هؤلاء القوم يعبدون الأصنام وكانت هذه الأصنام على شكل الأبقار فسألهم بعض بني إسرائيل سألوا هؤلاء باب الفضول يعني ما هذه الأمور قالوا هذه أصنام إيش معنا أصنام قالوا يعني آله كيف يعني آله قالوا هؤلاء نستشفع بهم وهؤلاء ينفعوننا في الأوقات العصيبة وهذا لا شك من أبطل الباطل هذه لا تنفع ولا تضر فقال هؤلاء الجهلة من بني إسرائيل بدلا أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى وأن يشكروه وأن يوحدوه وأن يزدادوا في عبادته وتوحيده بعد أن أراهم هذه الآية العظيمة بإغراق فرعون وقومه بدلا من هذا كله إنما طلبوا هذا الأمر المشين من موسى عليه الصلاة والسلام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله اجعل لنا بقرة نعبدها اجعل لنا صنما نعبده كما لهم آله غضب موسى عليه الصلاة والسلام هذا الذي ذكره الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجاكم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون النساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ذكرهم بما من الله تبارك وتعالى عليهم من هذه النعمة المباركة بأنهم أنجاهم من فرعون وقومه أخيرا الموقف الأخير في هذا اللقاء وهو موقف عظيم هم الآن خارجون من مصر في طريقهم في صحراء سيناء أو في طريقهم إلى بيت المقدس لأن الله عز وجل قد أوحى إلى موسى أن هذه الأرض المباركة بيت المقدس هي لك ولقومك هي لك وللقومك فقال لهم موسى هذا الكلام قال إن الله عز وجل أورثنا هذه الأرض وهي لنا ولكن فيها قوم جبارون جبابرة مقاتلين مقاتلون أشداء أناس يبطشون لا ذرة لرحمة في قلوبهم أبداً أناس جبابرة كما بيّن الله تبارك وتعالى وهذا الذي قاله سبحانه وتعالى وهؤلاء الأقوام من الفزارين والكنعانين وغيرهم ممن كانوا يسكنون الأرض المقدسة أي بيت المقدس وكما وصف الله عز وجل كانوا جبارين قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكة وآتاكم ما لم يؤتي أحداً من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ادخلوا أمرهم أن يدخلوا هذه الأرض بيت المقدسة المقدسة التي كتب الله لكم جعلها الله لكم اذهبوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ماذا قالوا وهذه عادة بني إسرائيل سبحان الله كثير الأسئلة يتلكؤون يترددون يشككون لا يستجيبون لأوامر الله تبارك وتعالى لذلك استحقوا بجدارة وأقول ذلك على سبيل التهكم استحقوا بجدارة أن يكونوا قوماً مغضوب عليهم لأن الله عز وجل بعث فيهم من الأنبياء ما لا يعلم عدده إلا الله تبارك وتعالى وأتاهم من البينات الباهرة والمعجزات الصاطعة التي تبرهن وتدل على نبوتهم وصدقهم وأن جاهم الله عز وجل ميراراً وتكراراً ولكنهم في المقابل لا يقابلون هذا الإنعام إلا بالجحود والكفران فاستحقوا هذا الوصف أنهم قوم مغضوب عليهم ومسخ الله طائفة منهم قردة وخنازير هذا مثال الله عز وجل أن جاكم من هذا الضنك وهذا العذاب وأورثكم الأرض وجعلكم ملوكاً وبعث في ذريتكم الأنبياء وأتاكم هذه المعجزات وهذه الآيات تل والآيات ومع ذلك لا يستجيبون لأمر الله رب الأرض والسماوات قال الله عز وجل حاكياً أو ذاكراً ما قالوه قالوا يا موسى إن فيها قوماً جباري طيب ندري إن فيها قوماً جباري ما تجد في شيء جديد أين العمل قالوا يا موسى إن فيها قوماً جباري وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإنا داخلوا يعني إحنا متعودين دائماً لا نحرك أمراً لا نجاهد في سبيل الله لا نقاتل من خالف دين الله لا ننصر أنبياء الله ورسله هذه عادتهم بني إسرائيل إلى يومنا هذا اليهود فقالوا إذا هم خرجوا وطلعوا وجهزونا البيوت دخلنا وإلا ندخل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما رجلان مؤمناً ليس كلهم ولكن غالبهم على هذا الجهود منهم طائفة يسير مؤمنين فمن هؤلاء المؤمنين تكلم رجلان صالحاً قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أين التوكل على الله عز وجل في أشد من الموقف الذي كنتم فيه فلق البحر أمام عيونكم توكلوا على الله ما كان منهم هؤلاء إلا أن قالوا قالوا يا موسى يعني بين قوسين لا اطولها أقصر قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد شوف الوقاحة الوقاحة على الله تبارك وتعالى الذي من عليهم بهذه النعم يقولوا اذهب أنت ولم يقولوا ربنا اذهب أنت وربك وكأنه ليس بربهم فقاتلا إنها هنا قاعد هذا موقف بني إسرائيل الذين هم الخلص الذين اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام وانظر أيضاً إلى موقف الحواريين والحواريون هم الخلص الصفوة من أتباع عيسى عندما طلبوا من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء وانظر إلى موقف صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترى المفارقة وكأنك تنتقل من الظلام إلى النور حصل مثل هذا الموقف أو شبيهاً به في غزوة بدر عندما التقل جمعان وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني معه ثلاثمية وبضعة عشر رجلاً ثلاثمية ثلاثة عشر على ما هو مشهور ومعهم جبل واحد وفرسان بس لم يخرجوا لقتال خرجوا لاستلاع القافلة وفرت القافلة وأتعلمون تحول موقف إلى مصادماً مباشراً مع قريش التي خرجت بألف مقاتل بقيادة فرعون هذه الأمة أبو جهل أبي جهل استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أشيروا عليه ماذا نفعل نرجع نعود نقاتل فتكلم أبو بكر كلاماً حسناً فدعا يعني مختصر كلامه أننا معك والأمر لك تريد أن نقاتل نقاتل نبقى نبقى أنت اللي تقالل وحنا معك دعا له جلس تكلم عمر ككلام أبي بكر فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس فقال أشيروا عليه الناس لأنه يريد الأنصار فتكلم المقداد ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال والله يا رسول الله لن نقول لك ما قالته منو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون رأيت هؤلاء الصحابة هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا موقف من عشرات المواقف ثم يأتيك زنديق خبيث مجرم مجوسي يتطاول على هؤلاء القبم الشامخة هل نقبل استحيل استحالة تحت أي بند لن نقبل لا تقول لي والله مواطنة كلام فاضي هذا كلام فاضي ما في شيء اسم مواطنة قفز على ثوابت الدين تقبل أنت أن تصافح وأن تجلس وأن تقبل من رجل يطعن في أمك وأبيك تقبل في واحد فيكم يقبل ما أحد يقبل طيب هؤلاء مقدمون على أمهاتنا وآبائنا وأعراضنا وأنفسنا وأموالنا لذلك لا يدر في خلد أحد ألبته كائنا من كان أنه من الممكن أن نسمح لرعديد زنديق خبيث مهما بلغ في منصبه أو مكانته أن يتكلم بحرف واحد يتطاول على هؤلاء الجبال وهذه القبم الشامخة أبدا وليقل ما يقول يقل متطرف يقل وهابي يقل طائف يقل لتبيه هذا كلا في ميزاني حطه في الخمام وأدوس عليه ولا كرامة تعد على هؤلاء هؤلاء الذين كان سببا بعد الله عز وجل في حفظ هذا الدين كانوا سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور كانوا سببا في أن ننعم وأن نرفل بهذا الدين الخالد من الذي قاتل من الذي ضحى من الذي جاهد منه من من الذي فتح الدنيا من أناس من الفضاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اجعلها عقيدة في قلبك أيها المسلم ولا تسمح لأي مخلوق أن يتكلم بكلمة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن سمحت له بذلك أقول لك راجع إيمانك راجع إيمانك فإن إيمانك قد خدش وتأثر تأثرا كبيرا وهذا والله من الجحود ومن نكران الجميل ألا تغضب عندما ينال من عرض هؤلاء الأخيار الأبرار الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم هذا موقف لن نقول لك ما قالت بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون صدق ويقين ومحبة وبذل وجهاد من قبل هؤلاء الصادقين وصدق الله عندما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على رغم أن في كل مبتدع حاقد ضال فأبوا أن يدخلوا إلى هذه الأرض المقدسة فماذا كانت النتيجة كانت النتيجة أن ضرب الله عليهم التيه ضرب الله عليهم التيه في صحراء سيناء فأخذوا يدورون في هذه الصحراء كم ضرب كم ضرب عليهم التيه سبحانه وتعالى ضرب الله عليه التيه في هذه الصحراء أربعين سنة أربعون سنة يتيهون في الأرض كلما سلكوا طريقا وظنوا أنه والخروج يسيرون يسيرون ثم يتبينون أنهم عادوا إلى النقطة التي ابتدأوا منها فأخذوا يدورون في حلقة مفرغة كما بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنه ضرب عليه التيه قال يتيهون في الأرض أربعين سنة في هذه الفترة وقعت لهم جملة من الأحداث في هذه الصحراء القاحلة المغفرة ليس فيها ماء ليس فيها طعام ليس فيها ضرع ليس فيها زرع ومع هذا من الله تبارك وتعالى عليهم بطعامين منه سبحانه وتعالى وهو المن والمن هو طعام يكون على شكل حبات بيضاء إذا أكلها الإنسان يتلذذ بأكلها ويشعر بحلاوة هذا هو المن وانزلنا عليكم المن والسلوى والسلوى هو طير السوماني وهو طير معروف أن مذاقه لذيذ فكان يأتيهم في آخر النهار بكثرة فكانوا يقتنصون هذه الطيور دون تكلف يعني كصيد اليد ففي الصباح إذا أصبحوا وجدوا هذا المن ساقطا عنده وفي آخر اليوم يتناولون هذا الطير السلوى أو السمان يأكلونه ويصطادونه دون كلفة إذن رزق يأتيهم من الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء وهو رزق مبارك لأنه يأتي من عند الله عز وجل مباشرة دون أن يبذلوا فيه سببه ثم طلبوا من موسى السقيا فاستسقى موسى لقومه وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين ضرب موسى بعصاه هذه الحجار اثنى عشر حجرا فانفلق كل حجر وانبجس وانفجر كل حجر عن بئر ماء معين زلال وكان بنو إسرائيل اثنى عشر سبطا والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل عند العرم والمشهور أن هذه الأسباط خرجوا من ذرية يعقوب الاثنى عشر يوسف بن يامين وإخوته العشر من أبيه يعقوب فهؤلاء هم بنوا إسرائيل وقلنا إسرائيل هو يعقوب عليه السلام فكانت هذه الآبار التي فجرها الله تبارك وتعالى في هذه الصحراء كان عددها إثني عشر بئرا لكل سبط بئر معلوم إذن طعام يأتيهم بلا كلفة ولا عناء من الله عز وجل في الصباح والمساء وماء فجره الله عز وجل لهم وبين أيديهم عاشوا فترة من الزمن على هذه الحال وفي فترة الصيف كان يأتيهم كما أخبر الله تبارك وتعالى كان يأتيهم ظلل من الله كالغمام يسترهم من حر الشمس إذا نعم من الله عز وجل تترى من وسلوى ومياه وظلال من الله عز وجل يقيهم حر الشمس ولكن بني إسرائيل هم بن إسرائيل وكما قال الأول صاحب العادة القديمة لا يدعوها صاحب العادة القديمة لا يدعوها فلم يصبروا على هذا الأمر وهذا الاختبار من الله تبارك وتعالى وإنما شكوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يبدلهم الله عز وجل هذا الطعام قال الله عز وجل عن حالهم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعو لنا ربك وهذا أيضا فيه سؤأدب المفروض أن يقولون فادعو لنا ربنا وهكذا هم تائما اليهود هذه عادتهم وهذه سجيتهم وهذه طباعهم يسيئون الأدب مع الأنبياء والمرسلين يسيئون الأدب مع ملائكة الله عز وجل المقربين بل أساء الأدب مع الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة قالوا دعو لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها استغرب موسى لهذا الطرق أنتم عندكم هذا الطعام الذي الشهي المبارك الذي يأتيكم من عند الله عز وجل بلا كلفة تستبدلون به طعاما رديئا بل ربما قد يكون خبيثا رائحا كالثوم والبصل فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني هذا أمر مستغرب قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم مصر هنا في هذه الآية ليست مصر البلد المعروفة إنما مصر يعني أي بلد مصر من الأمصار بلد من البلدان فاهبطوا مصر يعني كأنه يقول لهم ما تطلبونه أمر متيسر وموجود لعامة الناس فاهبطوا وادخلوا أي بلد ستجدون ما تريدون من الثوم والبصل والقثاء والكره موجود فلن أسعى لكم فيه تريدونه ادخلوا أي مصر أي بلد ستجدون ما تريدون طبعا في هذا الرد إشارة إلى تضجر موسى وعدم قبوله لمثل هذا الكلام وهذا الاعتراض على قدر الله عز وجل بأن قدر لهم هذا الطعام الذي يأتيه في الصباح والمساء عندها قال له موسى عليه الصلاة والسلام سأذهب للقاء ربي وأذهب لميقات ربي واستخلف عليهم أخاه هارون عليه السلام وكان مكان هذا الميقات في جبل الطور الذي سبق أن كلمه الله عز وجل عنده فخرج موسى وقال لهم سأغيب عنكم ثلاثين يوما لأن هذه المدة هي المدة التي ذكرها الله عز وجل له وذكر أهل العلم والعلم عند الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يصوم ثلاثين يوما في هذه الثلاثين أمره أن يصومها كلها وهذا أمر ليس بمستغرب أو ليس بمحال قد نستغربه لأول وهلة ولكن الإنسان لو نظر في حال الأنبياء والمرسلين يعلم أن هذا الأمر ليس بمستغرب وعندما انقضت هذه الثلاثين نعم يوما مضى غعودا مضى غعودا من عواد الشجر وذلك ليغير ليذهب رائحة فمه الكريهة الناتجة عن هذا الصيام الطويل خلوف فم الصائم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك هذه الرائحة المستقدرة والمستهجنة والمستكرهة من الناس التي تصدر من فم الصائم نتيجة لخلو معدته فتنبعث هذه الرواحة غير المستحسنة هي مستقبهة عند الناس ولكن عند الله أطيب بالرائحة المسك لأنها ناتجة عن عباده فموسى عليه الصلاة والسلام اجتهد سيناجي ربه إذن يريد أن يكون في أحسن هيئة وفي أجمل رائحة فمضغ هذه العيدان ليذهب رائحة فمي فذكر الله له سبحانه وتعالى يعني ما الذي حداك ودعاك أن أن تغير رائحة فمك ألم تعلم يا موسى أن هذه الرائحة خلوف فم الصائم أطيب عندي من رائحة المسك ولذلك أمره الله عز وجل أن يتمم صيامه أربعين يوما وهذا الذي ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف فقال ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة المشهور عند أهل العن كان الشهر الذي صامه موسى الثلاثين الأول يصادف شهر ذي القعدة ثم تمم الله له عشرا أخرى فكان فطره متى في عشر من ذي الحجة يعني يوم العيد وهذا اليوم الذي تمم له ربه سبحانه وتعالى هذا الميقات وهذا اليوم يوم عيد الأضحى يوم النحر العاشر من ذي الحجة هو اليوم الذي تمم الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال يهودي لعمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته قال إنه أنزل عليكم آية لو أنزلت علينا معاشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا قال أيه آية فقال اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر أعلم متى أمزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان نزلت علي وهو في يوم عرافة أو في يوم النهر الشاهد أنه هذا اليوم أو هذه العشر عشر مباركات لا شك وفضلها معروف العشر الأواء من ذي الحجة فتمت هذه العشر وتممت أربعين يوما فجاء موسى لميقات ربه تبارك وتعالى وكلمه الله عز وجل كفاحا بلا ترجمان فعندما كلمه الله عز وجل طامع موسى أن يرى ربه فقال رب أرني أنظر إليك وحتى يطيب الله تبارك وتعالى خاطرة ويظهر له هذا الأمر حتى يراه عيانا قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني من أقوى في التحمل الجبل ولا الإنسان الجبل أكيد حتى الجبل يضرب به المثل في الثبات والقوة يقول فلان جبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا جاء عن السلف أن الله تبارك وتعالى كشف الحجاب عن وجهه جل في علاء بمقدار أنم له لما يتجلى تماما ربنا تبارك وتعالى يعني لم يكشف الحجاب كاملا لأن حجابه النور حجابه النور قال عليه الصلاة والسلام ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصر وهل بصر الله تبارك وتعالى ينتهي إلى حد أبدا إذن رحمة بنا سبحانه وتعالى لأن الخلق جميعهم لا يتحملون ولا يستطيعون رؤيته في هذه الدنيا فحجب نفسه المقدسة وحجب وجهه الكريم بحجاب النور فكشف بقدر أنم له لهذا الجبل فأصبح هذا الجبل العظيم الأشم دكا أصبح قاعا صفصفا مستوى تماما مع سطح الأرض لحظة واحدة فتبين لموسى عليه الصلاة والسلام وقد خر صعقا من ذلك كما قال الله تبارك وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بعد ذلك بعدما أفاق موسى وتاب إلى الله تبارك وتعالى وتبين له هذه الحقيقة العظيمة أنه لا أحد يستطيع ويتحمل ويقوى أن يرى ربنا تبارك وتعالى في هذه الدنيا أعطاه الله سبحانه وتعالى الألواح قال الله عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بإحسنها سأوليكم دار الفاسقين هذه الألواح التي أنزلها الله تبارك وتعالى من السماء وجاء في الصحيح أن الله عز وجل كتبها بيده أن الله كتبها بيده وإياك أن يقذف الشيطان في نفسك عندما تسمع أو تقرأ مثل هذه الأحاديث أن يقذف في نفسك التشبيه فتظن أن يد الله كيدك أو كيده أو كيده المخلوق لا القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكتبها بيده سبحانه وتعالى وأنزلها على موسى وهذه الألواح فيها كل ما يهمهم من الحلال والحرام فأخذها موسى عليه الصلاة والسلام وقبل أن يرجع ننتقل بالصورة إلى بني إسرائيل عندما غادرهم موسى قلنا استخلف عليهم من أخاه هارون عليه السلام وأمره أن يقوم بهم بالعدل والقسط وأن يدعوهم إلى الله عز وجل فخرج من بينهم رجل اسمه السامري هذا الرجل ذكر العلماء بأنه ليس من بني إسرائيل ولكنه خرج معهم عندما خرجوا من مصر عندما تجاوزوا عندما خرجوا من مصر ذكرنا لكم أحبة في الله أنهم أخذوا الذهب والحلي استعروه من قوم فرعون لأنهم أرادوا أن يحتفلوا بذلك العيد كما ذكرنا في الدرس الماضي وبعض الذهب أيضا قام بعض ضعاف النفوس من بني إسرائيل ومن من خرج معهم وسرقوه من الأقباط فعندما نجاهم الله عز وجل من الغرق وأغرق فرعون وقومه أخرجوا هذا الذهب الذي كان معهم فبيّن لهم موسى عليه الصلاة والسلام قال هذا الذهب لا يحل لكم فاقذفوه في اليم في البحر فما كان من بني إسرائيل إن أنهم قذفوا هذا الذهب في هذا البحر قام هذا السامري هذا الرجل وهو حقيقة شخصية غريبة الأطوار التقط هذا الذهب الذي ألقاه في البحر وأخذه معه ثم عندما تركهم موسى كما قلنا قام هذا السامري وصهر هذا الذهب جعله مائعا ثم شكل منه وصنع منه عجلا والعجل هو ابن البقرة ثم كان قد قبض قبضة وهذه القبضة قبضها كما بيّن بعد ذلك لموسى لأنه رأى جبريل وجبريل عليه السلام كان مع موسى في هذه المحنة وكان على فرسه مع موسى عندما تجاوزوا الوحر وهذا أمر معروف أن الله عز وجل يؤيد رسله وأنبياءه بالملائكة كما أيد الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غيرها من الغزوات فكان جبريل معه بهيئة رجل وعلى فرس لاحظ السامري في تلك الأثناء أن هذا الرجل صاحب الطل الجميلة الواقب بجانب موسى كان يصدر الأوامر لموسى عندما أراد موسى كما ذكرنا أنه يضرب البحر ليغلقه على فرعون أمره هذا الرجل الذي بجانبه أن ينتظر الآن ولا يضرب البحر فانتظر موسى ثم بعد ذلك أمر موسى أن يضرب البحر فضرب البحر موسى إذن كأن موسى يتلقى عليه السلام يتلقى الأوامر من هذا الرجل وهذا السامري صحيح أنه ليس من بني إسرائيل ولكنه يعرف رموز بني إسرائيل يعرف موسى عليه السلام ويعرف هارون عليه السلام ويعرف يوشع بن نون عليه السلام ويعرف يعني العباد والصالح والرموز يعرفهم وهذا الرجل ليس منهم ويعرف أن موسى نبي فاستنتج هذا الرجل السامري ويعرف أن ملائكة الله يؤيدون رسول الله فاستنتج أن هذا هو جبريل فعندما انقضت هذه الحادثة واغرق الله فرعون وذهب موسى ومن معه وذهب معهم هذا الرجل الذي هو جبريل أخذ السامري من أثر سنابك خيل جبريل السنابك الحوافر أخذ من يعني قبضة من الأرض فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي هكذا اعتذر فأخذ هذه القبضة من التراب من سنابك خيل جبريل وأخذها معه ثم عندما صهر هذا الذهب وصنعه كما قلت لكم من العجل ألقى هذه القبضة في فم هذا العجل وصنعه بطريقة بحيث أنه كان أجوفا أجوف فاضي هذا العجل بحيث أنه إذا دخل الهواء من فمه وخرج من دبر هذا العجل يصدر صوتا هذا ما المعروف أنت لو جعلت يعني الباب صرير الباب أو جعلت شيئا أجوف كإناء وجعلته في مهب الريح يصدر صوتا فعندما خرج هذا الصوت من هذا العجل استغرب بني إسرائيل هؤلاء الجهلة استغربوا وقد أشربوا في قلوبهم العجل كما بيّن الله تبارك وتعالى لأنهم قبل سنوات قليلة عندما مروا على وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وقلنا هذا الصنم كان بقرة وطلبوا من موسى أن يجعل لهم بقرة إلها كما لهم آلهة فالقضية فيها رواسب يعني وفيها قابلية في قلوب هؤلاء فعندما قال لهم السامري وسمعوا هذا الصوت الذي خرج من هذا العجل بدخول الهواء من فمي وخروج الهواء من دبري قال هذا إلهكم والعياذ بالله عوذ بالله من هذا الكفر قال هذا إلهكم ليس هذا فقط وإله موسى فنسي قال لهم ألم يقل لكم موسى أنه سيذهب لثلاثين يوما طيب مضت الثلاثون الآن لأنه انتهى من صلع هذا العجل بتمام الثلاثين فقال ثم الثلاثون وإن موسى ما رجع إذن هذا إله موسى وموسى ذهب ليبحث عن إلهه وقد نسي إلهه عندنا تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يرد ولم يرد إله الأولين والآخرين رب العالمين فاغتر هؤلاء الجهلة الفجرة اغتروا بما قاله السامري وفعلا شرعوا في عبادة هذا العجل فأخذوا يدرون حوله ويرقصون ويفرحون ظنا منهم أن هذا هو إلههم هارون أخ موسى عليه السلام كان معهم حاول أن ينهاهم ولكن هارون عليه الصلاة والسلام لم يكن كموسى موسى تميز بالشدة والحزم والبطش مع عداء الله تبارك وتعالى أما هارون فكان يميل إلى جانب اللين والحلم فلذلك دع هذا الأمر يعني شخصية هارون دعت هؤلاء إلى أن يتجرأوا عليه فتجرأوا عليه ولذلك سنرى موقفهم مع هارون وسنرى موقفهم مع موسى كيف الأمر يختلف تماما هارون يكلمونه بكل استعلاء واستكبار وعدم اكتراف بينما موسى يتوددون في كلامهم يخضعون في عباراتهم لأنهم كانوا يهابونه عليه الصلاة والسلام إذن صنعوا العجل بعدما غادرهم موسى ثلاثين يوما وموسى عاد لهم بعد أربعين يوما يعني عشرة أيام هي كانت مدة عبادتهم العجل عبدوا فيها العجل الله تبارك وتعالى بعدما منع على موسى عليه الصلاة والسلام بأن أعطاه هذه الألواح التي كذب فيها كل شيء من الحلو والحرام وجعلها موعظة وما يحتاجه بني إسرائيل في عبادتهم لله تبارك وتعالى وفي حياتهم معاشهم قبل انصراف موسى قال الله تبارك وتعالى وذكر له بأنه سبحانه وتعالى قد فتن بني إسرائيل من بعده وعبدوا العجل قال الله تبارك وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى الله أكبر هذا آية عظيمة إخواني شوفها الأنبياء على طول وعجلت وعجلت إليك ربي لترضى ولذلك يقال للمؤمن جعلنا الله وإياكم منهم عندما يسأل في قبره وعندما يأتيه بعد سؤاله يأتيه رجل حسن المنظر طيب الرائحة حسن الثياب فيقول له من أنت فيقول أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فأبدلك الله خيرا بينما الآخر الفاجر يقال له عمله وهو في منظر قبيح منتن الريح سيء المنظر يقول له ما علمتك إلا كنت بطيئا في طاعة الله سريعا في معصية الله فأبدلك الله شرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن هذا خلق الأنبياء فاحرص أن تتخلق بخلق الأنبياء أخي الحبيب قال وعجلت إليك ربي لترضى إذا دعيت إلى طاعة فبادل قدر استطاعتك فإن الله لا يكلف نفسا لا أسعى قال الله عز وجل له قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري استشاط يعني استشاط موسى غضبا عندما علم بوحي الله له وبكلام الله له أن قومه قد عبدوا عجلا وهو قد تركهم يعبدون الله رب العالمين فأخذ الألواح وذهب مسرعا إلى قومه فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاء قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا ألا تذكرون هذه النعم العظيمة التي منى الله عليكم سبحانه وتعالى بها أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم يعني كانت معنا هذه الذهة الذهة فرميناه أنت أمرتنا أن نرمي فرميناه فقذفناها أي في اليم كما قلنا التقفها السامري وصنع منها كما ذكرت لكم قبل قليل الله تبارك وتعالى أنكر عليهم على لسان موسى عليه الصلاة والسلام عبادتهم لهذا العجل كما قال الله تبارك وتعالى أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا الله عز وجل برأ هارون أنه لم يقصر في دعوتهم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري لم يلتفتوا لهارون قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع عليه موسى يعني سيستمر على عبادة العجل حتى يرجع موسى هنا موسى عليه الصلاة والسلام اتجه إلى هارون يلومه ويعاتبه هو الخليف عليهم من بعده قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري لماذا لم تنكر عليهم لماذا عندما وجدتهم يعبدون العجل من دون الله لماذا لم تتبعني تأتيني إلى مكاني وتخبرني قال هارون قال يا ابن أم لأن الأمة صلت الأم أقرب إلى الرحمة والرأف والعطف فهراد أن يستعطفه وأن يذهب سورة غضبي فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لأنه من شدته جذبه من رأسي ولحيته إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي يعني طحتي مشكلة أنا الآن إن تركتهم مشكلة إن تركتهم على ما هم عليه مشكلة وعظتهم ما استجابوا لوعظي إن تركتهم وأتيتك خفت وخشيت أن تقول لماذا أتيتني وتركت بني إسرائيل فرحم الله ورضي الله على هارون أنه أدى الذي عليه واجتهد عليه الصلاة والسلام عندها موسى عليه الصلاة والسلام بعدما لام قومه وإنكر عليهم وبين لهم فداحة الخطأ الذي وقعوا فيه وعاتب أخاه هارون أقبل على صاحب المشكلة على مسعر الفتنة ألا وهو السامري ارتفت إليه موسى وقال فما خطبك يا سامري ما قصتك أنت ما هذا الذي فعلته قال بصرت بما لم يبصروا به شفت شيء أنت ما شفته ما الذي رأاه كما قلنا أنه رأى جبريل عليه السلام يعني باجتهاده ظن أنه جبريل بجانب موسى عليه الصلاة والسلام قال فقبضت قبضة من أثر الرسول يعني أثر خيل جبريل عليه السلام فنبذتها عندما صنعت هذا التمثال نبذتها في فمي فأخرج صوتا قال فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي فقال له موسى عليه الصلاة والسلام فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس يعني عقوبة لك يا سامري والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا كما أنك بادرت ومسست هذا التراب وسببت لنا فتة العظيمة ففتنت بني إسرائيل ووقعتهم في هذا الشرك عقوبة لك من الله عز وجل أن لا تبس أحدا ولا يمسك أحد أن تقول لا مساس لا تستطيع أن تمس أحد ولا يمسك أحد فتعيش كالمنبوث بين الناس هكذا لا تصافح لا تقبل لا تضم لا تمس هذه عقوبة الله عز وجل وهذا قد يتبادر الأذهان أن هذا أمر سهل لا مسهل ليس سهلا يشعر الإنسان كأنه بمعزل عن الناس وإن كان معهم فهذه عقوبة الله عز وجل ثم قال ولا عذاب الآخرة أشد وأبقاه قال وإن لك موعدا لن تخلف في ذلك اليوم العظيم وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا أمر موسى بني إسرائيل أن يأتوا بالمبارد المبارد جمع مبرد الذي يقطع به الحديد وأخذوا يقطعون هذا الصنم وهذا التمثال وهذا الطاغوت ثم عندما قطعوه أشعل فيه النار وذره في اليم أي في البحر ثم عاد وأكد لهم حتى يصحح هذا المعتقد ويعيد هذا الإعوجاج إلى استقامته مرة أخرى قال إنما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما بني إسرائيل ندموا ندموا على ما فعلوا وهذه لا شك أنها علامة جيدة إن حتى قالوا بأنه ليس العيبا تخطئ ولكن العيبا أن تستمر في الخطأ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فتابوا إلى الله عز وجل ولكن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أنه لن يقبل توبتهم حتى يقتل بعضهم بعضا هذه توبة الله تبارك هذه التوبة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل أنه لا بد أن يقتل بعضهم بعضا بعضا وفعلا شرعوا في تقتيل بعضهم بعضا حتى قتل منهم خلق كثير قال بعض أهل العلم حتى قتل منهم قرابة سبعين ألفا سبحان الله انظر إلى هذا التشريع وقارنه بشرعنا كيف أنها أسمح الشرائع وأيسر الأحكام لأن الله رفع عنا الأغلال والآصار التي كانت على الأمم من قبلنا الإنسان مهما أذنب يصلي ركعتين الأكمل كما بحلتها ببكر الصديق يصلي ركعتين ثم يرفع اللهم أن يتوبتوا إليك ببنية صادقة يجب الله ذنبه أستغفر الله وأتوب إليه يجب الله ذنبه وقعت عليك نجاسة توضى انتهى هم إذا أصابتهم النجاسة إذا أصابت ثوبهم ثوب أحدهم النجاسة لا بد أن يقطعها قاطعها ما تغسل فخفف الله عنا سبحانه وتعالى فلذلك شريعتنا هي أسمح الشرائع وأيسر الشرائع وهذا الدين كلما ضاقت تسع وكلما زاد عليك مشقة زاد التيسير في حقك بفضل الله عز وجل فهنا كانت هذه التوبة تتوبون يقتل بعضكم بعضا يلا قتل منهم سبعون ألف ثم بعد هذا بعد أن من الله عليهم سبحانه وتعالى وقبل توبتهم توقف هذا القتل بينهم ثم أيضا أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يختار الصفو من قومه فاختار سبعين رجلا من صفوة بني إسرائيل العباد الزهاد أفضل بني إسرائيل صفوة الصفوة ليذهبوا لميقات الله عز وجل وليتوبوا لله سبحانه وتعالى وفعلا ذهبوا مع موسى عليه الصلاة والسلام فطلبوا من موسى أن يسمعوا كلام الله عز وجل فسمعوا كلام الله تبارك وتعالى على خلاف بين أهل العلم ثم بعد ذلك طلبوا من موسى أن يروا الله تبارك وتعالى بل القبيح أنهم اشترطوا لإيمانهم رؤية الله تبارك وتعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره شوف سبحانه الخلص يعني هاي الطيبين هذا هو الطيف بني إسرائيل يقول هذا الكلام فأخذتهم الصائقة أهلكهم الله عز وجل عندما طلبوا الرؤية من الله وقالوا لن نؤمن تبين نؤمن لنرى الله عز وجل من أنتم حتى تمنوا على الله عز وجل عبادتكم فغضب الله عز وجل عليه فأهلكهم أهلك السبعين الصفوة أو صفوة الصفوة موسى عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل يعني كيف أرجع لبني إسرائيل وهؤلاء صفوتهم وقد أهلكتهم فدعا الله عز وجل أن يعيدهم مرة أخرى فأحياهم الله عز وجل مرة أخرى كما قال الله عز وجل في صنة البقرة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون انظر إلى هذه الآيات وهذه النعم من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم الذين دائما في نقض للعهد مع الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك وقعت حادثة عجيبة غريبة كان رجل في بني إسرائيل كان له أبناء أخيه قد استعجلوا موته يعني أرادوا أن يرثوه فما كان من أحدهم إلا أنه قتله ثم ألقاه في قارعة الطريق وعندما أصبحوا جاء هذا القاتل وإخوته يولولون يظهرون يظهر هذا القاتل يظهر البكاء والنحيب على موت عمهم مقتولا ثم أرادوا أن يعرفوا القاتل ما استدلوا إليه ما توصلوا إليه قالوا لماذا لا تذهبون لموسى نبي من الله عز وجل يدعو الله عز وجل فيوحى إليه فأتوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وسألوه أن يدعو الله عز وجل ليخبرهم من قاتلوا عمهم فدعى موسى ربه تبارك وتعالى فأوحى الله عز وجل له اذبحوا بقرة تنكسوا قال كيف نسألك الآن أن تخبرنا من القاتل تقول لنا اذبحوا بقرة ايش علاقة الموضوع فأصر عليهم ثم سألوه أوصاف هذه البقرة وهذه عادة بني إسرائيل دائما يتعنتون يتشددون يتنطعون فالجزاء من جنس العمل فيشدد الله عليهم يشدد الله عليهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أي بقرة مطلق أي بقرة تأخذ ذبح حق المطلوب تعنتوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال قال إنه يقول إنها بقرة بقارا لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون أنتم الآن تتعنتون تتفلسفون إذن سيأتيكم التشديد بقرة لا فارض ما هي كبيرة ولا بكر ما هي صغيرة عوان بين ذلك صعب عليهم الأمن صعبوا على أنفسهم قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما لونها شوف هؤلاء المجرمين يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا بأنه كان غلاما في زمانهم وكان هذا الولد بارا بأمه توفي أبوه وترك له عجل فقالت له أمه بعدما كبر قالت له يا ولدي إن أباك قد ترك لك ترك وهذه ترك هذه البقرة التي في هذا البستان وكانت بقرة جميلة كأن شعاع الشمس يجري في جلدها فأخبرته أمه أن والده قد ترك له هذه البقرة وهي له وقالت له إن شئت أن تبيعها لتنتفع بثمنها ولكنك لا تبيعها إلا بعشرة دنانير ذهب هذا الرجل السوق هذا الغلام طبعا البار بوالدته بعث الله له ملكا في صورة بشر وقال بعني هذه قال بكم قال بعشر قال بعنيها باثني عشر قال له معنى زايد بعطيه قال له له حتى أراجع أمي فذهب وقالت له بيعه رجع وعاد له الملك ثاني يوم صورة بشر وقال بكم قال باثني عشر قال بعنيها بأربعة عشر ولا تخبر أمك هو يريد اختبار وابتلاء له يرى مدى صدقه وبره لأمه فقال لا حتى أراجع أمي فذهب وراجع أمه وعلمت أمه أن هذا اختبار من الله عز وجل لأن مثل هذه الأمور متكررة عندهم ليس بمستغرب أن يختبر شخص فقالت له إنه ملك فسله بما تأمرنا أن نبيعها أن نمتثل لأمر الله عز وجل فعندما أتاه هذا الرجل في اليوم الثالث فقال له أمسك هذه البقرة قال للغلام أمسك هذه البقرة وسيجعل الله تبارك وتعالى لها شأنا بعد ذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها يعني بقرة مدللة بقرة غير مسخرة للعمل لأن البقر يعني يجعل في الساقية وإما للحرث والزراعة أو الدر والنسل هذه بقرة مدللة لا تسقي الحرث لا تعمل لا تحرث لا شيئة فيها مسلمة من العيوب قالوا الآن جئت بالحق وصفك يا موسى صلى الله عليه وسلم لا ينطبق إلا على بقرة واحدة بقرة تلك ذلك الغلام التي يأيش في البستان فذهبوا مسرعين أرادوا أن يشتروها فأبى هذا الغلام وقال لا أبيعها لكم إلا بوزنها ذهبا شو سبحان الله التعنت كيف يقود بصاحبه مع أنهم في بداية الأمر لو أخذوا أي بقرة وقتلوها لن تات القضية ولكن شددوا فشدد الله عليهم بقرة كم يطلع وزنها ذهب طن يمكن ألف كيلو الآن لا مناص لهم لأنه خلاص أقيمت الحجة عليهم فإما أن يمتثلوا لأمر الله وإما أن يعذبوا واشتروها منه بوزنها ذهبا فجاز الله وكافى الله هذا الغلام ببره بوالديه هذا الجزاء العظيم أخذوا هذه البقرة فذبحوها وأخذوا عظامها كما وذلك بأمر موسى لهم عليه السلام بوحي من الله قال فقلنا ضريبوه ببعضها أخذوا بعض عظامها وضربوا الميت فأحياه الله فسأله موسى من قتلك أحياه الله ووريده يشخب دما أنه نحر من الوريد للوريد فقال قتلني ابن أخي هذا ثم أماته الله ثم طبعا أقيم عليه الحدع والقصص وإذ قتلتم نفسا فالداراتم فالداراتم اعتناقشتم اختلفتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضريبوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون إذن هذه حادثة عجيبة غريبة وقعت لموسى عليه السلام ولبني إسرائيل في التيه حادثة أخرى وهي حادثة مشهورة ومهمة أيضا وقعت لموسى أيضا في التيه لقاؤه وقصته مع الخضر سبباً سبب التقاء الخضر بموسى صلوات الله وسلام عليهما أنه كما صحن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيل يعني يعظوهم ويذكرهم فسأله رجل من بني إسرائيل فقال من أعلم الناس من أعلم الناس فقال موسى أنا فعاتبه الله عز وجل أي أنه لم يكل علم هذا السؤال إلى الله عز وجل يعني كان الأولى به عليه الصلاة والسلام أن يقول الله أعلم ولكنه بادر وقال عليه الصلاة والسلام قال أنا فعاتبه الله عز وجل وقال له إن لي عبداً في مجمع البحرين هو أعلم منك الخضر عليه السلام يعلم جانباً من العلم لا يعلمه موسى وليس هناك مخلوق بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل شيء عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحوض في يوم القيامة عندما يقول أمتي أمتي يردء ناسه من على حوضه صلى الله عليه وسلم ترده الملائكة فيقول أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك فهو لا يعلم كل شيء عليه الصلاة والسلام فإذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم كل شيء فغيره من باب أولى فالخضر يعلم جانبا من العلم لا يعلمه موسى بينما موسى عليه الصلاة والسلام يعلم جوانب كثيرة لا يعلمه الخضر فقطعا قطعا موسى أفضل من الخضر قطعا موسى عليه السلام كلم الله كلمه الله كفاحا بلا ترجمان موسى عليه الصلاة والسلام صاحب رسالة وكتاب مستقل وهو التوراة وصاحب شريعة مستقلة موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل موسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله إلى السماء السادسة موسى عليه السلام يدخل من أمته الجنة أعظم من جميع الأمم بعد أمة نبينا صلى الله عليه وسلم أمة عظيمة كما قال صلى الله عليه وسلم رفع لي سواد العظيم فظلنت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه موسى أثنى عليه ربه قال وكان عند الله وجيها لا شك أن موسى أفضل من الخضر فالخضر نبي عليه السلام ولكنه ليس بأفضل من موسى ولا بأعلم من موسى عليهما السلام وكذلك مسألة أخرى يروجها أهل البدع يقولون بأن الخضر إلى الأن عايش وهذا كلام باطل كلام باطل الخضر توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان موجودا لما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو ميت عليه السلام وهو غير حي وما يقال أيضا من أنه سيكون الرجل الذي يقتل الدجال قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم المنار المنيف قال بأن جميع الأحاديث الواردة موضوعة مكذوبة ما في حديث صحي أن الخضر هو الذي سيكون نعم جاءت أحاديثها كلها موضوعة ومكذوبة أن الخضر هو الذي سيقتل المسيح الدجال إذن خلاصة الأمر أن الخضر نبي من الأنبياء وهو ليس بيعلم من موسى وليس بأفضل من موسى ولكنه عنده جانب من العلم حجبه الله عز وجل عن موسى بينما عند موسى جوانب من العلم لا يعلمها الخضر وعليهما جميعا الصلاة والسلام كما قلنا قال له هناك عبد لي في مجمع البحرين مكان عنده عبد من عبادي أعلم منك يا موسى فقال موسى عليه الصلاة والسلام ما السبيل إليه كيف أصل إليه فقال الله تبارك وتعالى خذ حوتا الحوت يعني سمك سمكة وضعها في مكتل يعني زبيل أو الإناء وانطلق في البحر إلى أن تصل إلى المكان الذي تفقد عنده هذا الحوت هذه السمكة المكان الذي تفتقد هذه السمكة فيه قف ستجد هذا الرجل الصالح سار موسى عليه الصلاة والسلام وأخذ معه هذا الحوت وضعه في مكتل وأخذ معه فتاه وهو يوشى عبد النون الذي صار نبيا بعد ذلك بعد موسى وانطلق انطلق في البحر وصل إلى صخرة جلس ونام عليها ليرتاحان كان هذا الحوت أو السمكة التي في المكتل كانت ميتة طبعا السمكة ميتة أحياها الله عز وجل ثم عندما أحياها الله تبارك وتعالى اضطربت تحرك ما تتحرك السمكة إذا خرجت من الماء اضطربت حتى سقطت في الماء في هذه اللحظات استيقظ يوشى عبد النون عليه السلام ولم يستيقظ موسى فرأى هذه السمكة وإذا بها في الماء تسبح ولكنها واقفة في مكانها تتحرك وهي واقفة في مكانها وذلك أن الله عز وجل قد ضرب عليها طاقا من الماء مثل الطوق حاوطها فيتسبح تتحرك تظنها تسير ولكنها في مكانها المهم بتقدير من الله عز وجل أنسي يوشى عبد النون أن يذكر خبر السمكة لموسى بعدما استيقظ موسى نمشي قال يهى ننطلق بسم الله انطلق ولم يخبره بخبر السمكة التي سقطت فسار إلى ثاني يوم فقال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أهل العلم لم يشعر موسى بالتعب والإرهاق والجهد إلا بعدما جاوز المكان الذي عنده الخضر اللي هو وين عند المكان يتراك في السمكة شعر بالتعب وكلما ازداد في السفر يشعر بالإرهاق والتعب يزداد فطلب من فتاه يوشع قال قف آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبنا من السفر فعندما توجه يوشع بن يون إلى المكتل ليخرج السمك ليطبخها وليعدها تفاجأ بأنها غير موج وتذكر أنه قد افتقدها في ذلك المكان فأخبر موسى عليه الصلاة والسلام قال له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة الآن الكلام يقول يوشع لي موسى عليهما السلام أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة اللي كنا عندها ونمنه فإني نسيت الحوت نسيت أن أخبرك يا موسى من حاله العجيب كيف أحياه الله وسقط وضرب الله عليه طاقا في الماء لم يجعله يتحرك ويفر ويبتعد قال وما أنسانه أول الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجب أمره كان عجيب تسبح لكن في مكان واحد قال له موسى قال ذلك ما كنا نبغ هذا هو المكان الذي نريده من هذا السفر أننا في المكان الذي نفتقد فيه الحوت فثم الخضر فارتدى على آثارهما قصصا رجع قصصا يقصان الطريق حتى يرجعان إلى الصخرة وصل إلى الصخرة فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وإذا بهما موسى ويوشع يجدان رجلا قد افترش رداء له على هذه الصخرة واستلقى عليها مريح فأتى إليه موسى فسلم عليه فقال له هذا الرجل وهو الخضر قال وأنا بأرضك السلام هذه تحية الأنبياء والمرسلين كما قال الله تبارك تعالى لآدم عندما خلقه وطلب منه أن يذهب فيسلم على الملائكة وبين له أن هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك تحيتنا السلام وديننا السلام فسلم عليه فقال له الخضر وقد استقرب من هذه التحية قال وأنا بأرضك السلام من يعرف من هؤلاء البشر الضلال الفجر الكفرة من منهم يعرف السلام استنكر هذه التحية من هذا الرجل فقال له موسى أنا موسى فقال الخضر له موسى بني إسرائيل يسمع فيه هنابي يوحى إليه هذا يوحى إليه عليهما السلام قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشداه وهذا أيضا فيه دليل وفائدة على فضل طلب العلم وأن الإنسان يسلك إلى ما لا شيء يعادل طلب العلم أبدا لا شيء يعادل من النوافل طلب العلم الشرعي أفضل من صلاة النافلة وأفضل من حج النافلة وأفضل من عمرة أفضل من كل تطوع على خلاف بينها العلم من من يرجح غيره ولكن الظهر والله أعلم أن هذا أن هذه العبادة وهذا الباب العظيم طلب العلم لا يعدله لا يعدله شيء من الطاعات الأخرى من النوافل طبعا وذلك لأن النفع فيه متعدي كل شخص تعلمه سنة ويعمل بها فلك أجرها وأجر من عمل بها إليه من دين تصور انظر إلى هذا الفضل العظيم هذا لا تحصله إذا حجت بيت الله الحرام فقط حجك لك وعمرتك لك وصيامك لك وصلاتك لك أما العلم فهو نفعه متعدي يرفع الجهل عنك ويجعلك تعبد الله على بصيرة ثم بعد ذلك تقوم بزكاة العلم فتعلم الناس فيعبدون فيعبدون الله على بصيرة وهو ميراث الأنبياء والمرسلين فإن الأنبياء لم يورثوا دنارا ولا درهاما إنما ورثوا العلم ما هو علم الهندسة ولا الطب وإن كان هذا علم شريف خاصة الطب فأعظم علم علم القلوب وهو علم الشرع الكتاب والسنة ثم يأتي بعده في الفضل علم الأبدان وهو علم الطب فهذه العلم الأخرى الهندسة والطب والزراعة على شرفها ونفعها والإنسان يؤجر عليها إذا قصد بذلك أن يكسب القوت الحلال وأن يستر بيته وأن يوفر لهم العيش الكريمة وأن يعز أمته يؤجر من هذه الأبواب لكن في أصل الأمر لا ليس كالعلم الشرعي علم الكتاب والسنة فانظر إلى موسى كيف تجشم المشاق وطلب كما قال الله تبارك وتعالى في الآية قال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبه عندما أعلمه الله بأن هناك من هو أعلم منك تاقت نفسه لطلب العلم فقال لغلامي سنسافر وسنذهب إلى مجمع البحرين فإن وجدنا هذا العالم فبها ونعمة وإلا سأسير حقبا سنوات قد تصل إلى عشرات السنين ما عندي مشكلة حتى أصل هذا الرجل العالم وأتعلم منه والآن بعضنا لو قيل له في درس مثلا في منطقة الفلانية أو المكاة يتكاسل أو لو قيل له مثلا افعل كذا وكذا في نصر هذه الدعوة يعطيك قائمة طويلة عندي ظروف عني شغالات أني يخبر عندي ظروف ترى كنا مشغولين كنا عندنا ظروف كنا التزامات كنا لكن القضية هم وحرص وهمك ما أهمك فانظر إلى موسى عليه السلام سافر وهو نبي يوحى إليه كليم الله ومع ذلك لم يستنكف ولم يستكبر حتى قال أهل العلم لا ينبل الإنسان في طلب العلم حتى يطلب العلم على من هو أعلم منه وعلى من هو يعني في مرتبته وعلى من هو دونه وهذا الذي كان يعمله يفعله العلماء الربانيون عليهم رحمة الله المهم قال له أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا ما راح تقدر تصبر يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت هذا يقول الخضر أو الخضر وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه هذا الذي قلنا قبل قليل فقال له موسى وهم متشوف أن يتعلم وأن ينهل من هذا الرجل لأن الذي زكه من الله رب العالمين سبحانه وتعالى فقال له قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال الله بسم الله قبل أن يسير اشترط الخضر على موسى شرطا قال بشرط لو رأيت وسمعت أمورا منكرة لا تتكلم ولا تسأل عنها حتى أنا أبادر وأفسر لك ما رأيت ممنوع السؤال ممنوع الاستفسار حتى لو كانت أمور أن تنكرها اتفقنا اتفقنا ولذلك قال الله عز وجل مبينا هذا الشرط قال فإني اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقا تفقا انطلقا يمشيان على ساحل الوحر أنه لقاه في هذا المكان على السيف عند الصخرة انطلقا في هذه الرحلة وإذا بهما يريان سفينة طلبا من أصحاب السفينة أن يحملاهم إلى الضفة الأخرى من الشاطئ فوافقوا بل أكرموهما ولم يأخذوا منهما النول والأجرة لأن أصحاب السفينة كانوا يعرفون الخضر ويعرفون مكانته فإكراما له قالوا نقوم بنقلكما إلى الضفة الأخرى دون نول ودون أجرة ركبا عندما ركبا تفاجأ موسى عليه السلام بالخضر أنه يذهب إلى لوح من الواح السفينة ويأخذ فأسا ويقوم بقلعه قال هذا اللوح ما قبل موسى هذا الكلام كيف يعني قأوا ناس طيبين كرماء فضلاء حملون في سفينتهم بلا نول ولا أجرة يكون الجزاء منك أن تثقب وأن تقوم بتعطيل سفينتهم التي قد يؤدي هذا الفعل إلى غرقها ولذلك قال الله عز وجل في بياني هذا الأمر كما قال الله عز وجل قال له فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها يقول لها موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امر أمر يعني مستقبح مستهجا فقال له الخضر عليه السلام وقد ذكره بشرطه قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا ما قلت لك أنا قول أنا أمشي ما رح تصبر قلت لي بصبر وشارت عليك إنك ما تسأل أسألت فإني أحذرك أن تعود لمثلي هذا مرة أخرى وأن تتذكر شرطنا في هذه المرة موسى نسي الشرط يعني قال هذا الأمر بشكل عفوي نسي الشرط فقر موسى له وقال قال لا تؤاخذني بما نسيت أنا نسيت ولا ترهقني من أمري عسر يعني أنا اعترف أني أخطأت نسيت لكن يعني لا تزد عليه مثل هذه الأفعال هذه لأني ما أصبر فانطلق وصل إلى الشاطئ ونزل من السفينة ومر بمجموعة من الفتيان يلعبون فما كان من الخضر مباشرة اتجه إلى أحدهم وأخذه وفصل رأسهم من جسده قتله هذا أمر لا يطاق إراقة الأنفس البريئة لا تطاق لا يصبر عليه أحد فانكر عليه موسى كما قال الله عز وجل طار له موسى فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال يعني موسى قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرى الأولى امرى هنا نكرى شيء منكر فضيع عظيم إراقة الدماء البريئة وهذا طفل غلام صغير كيف تقتل فقال له الخضر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا أول مرة قال ألم أقل إنك لم يقل لك ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا في المرة الثانية أتى بكلمة لك نوع من التشديد في التوبيخ ولفت الانتباه إلى أنك على شرط معي ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال له موسى عليه الصلاة والسلام قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني خلص أنا ما راح أقول لك ما راح أسألك لأن ما أظمن ش بصير لكن الذي أستطيع أن أقوله لك أنني إذا سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني خلص قد بلغت من لدني عذر آه أنت إنسان معذور فانطلق حتى أتيا أهل قرية وصل إلى قرية فاستطعم أهلها طلب الطعام والميرة والضياف وهذا حق مكتسب للضيف ماه منه ولكن أهل هذه القرية كانوا قوم سوء بخلاء لا يكرمون الضيف فلم يطعموا موسى والخضر وبينما هما يمشيان في طرق هذه المدينة التي أهلها سوء وجد جدار جدار لبنيان مائل يكاد أن يسقط فبادر الخضر وأصلح هذا الجدار من نفسه دون أن يطلب أجراء أو يشترط يعني أمرا معينا بادر بنفسه وأصلح الجدار لأهل هذه القرية السيء أهلها فسأل موسى هنا ولم يصبر كما قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقام عندما أصلح موسى ما يسأل لكن سأله قال لو شئت لاتخذت عليه أجر يعني كيف هؤلاء الناس الفجرة السيئين تصلح لهم دون أجرة وآخر الغلام البريء تقتله وأصحاب السفينة الذين قدموا لنا هذه الخدمة بالمجان قمت بخرق سفينة يعني أمور متناقضة خذ منهم أجرع على الأقل فقال له الخضر قال هذا فراق بيني وبيني خرس سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ثم بيّن له أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر هذا رزقهم ووراؤهم يعني يمرون على ملك ظالم يغصب الناس أموالهم ويأخذ من الضعفاء من المارة سفنهم ولكنه إذا وجد في السفينة عيبا تركها فلذلك خرقها ليكون فيها عيب حتى لا يأخذها ذلك الملك الظالم إذن ما فعله مصلحة وكذلك الغلام أنه كان من أبوين صالحين وأوحى الله إلى الخضر أن هذا الغلام إذا كبر سيكون كافرا فخشي أن يتبعه والداه لمحبته ما له يعني أن تغلب محبة الوالد لولده فيكون هذا سببا في ترك هذين المؤمنين دينهما ويتبعان دين ابنهما فيكفران فكان أيضا في قتله مصلحة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة يعني الجدار ليس لهؤلاء الناس السوء وإنما كان صاحب الجدار غلاما يتيمين يتيما ضعيفا وكان تحت هذا الجدار كنز وكان الجدار آي للسقوط فلو سقط سيظهر الكنز طيب ما ظنكم بأصحاب هذه القرية لا شك أنهم سيأخذون الكنز إن واضح وظاهر من حالهم وسوء أخلاقهم أنهم يعني لا يلتفتون إلى حلال ولا إلى حرام فلذلك أصلح هذا الجدار حتى يكبر الغلامان ويقويان ويستطيعان أن يدافع عن حقهما قال وكان أبوهما صالحا قال أهل التفسير كان أبوهما جدهما السابع وقال بعضهما وقال بعضهم جدهما العاشر سبحان الله انظر كيف حفظ الله عز وجل إحسان هذين أو هذا الوالد أو هذين الأبوين حفظه الله عز وجل إلى ذريتهما كم جيل أتى ولكن الله عز وجل قد حفظ ببركة صلاح والديهما إذن هذه كانت قصته مع الخضر أيضا الحادثة الأخيرة التي جرت لموسى عليه السلام ومع بني إسرائيل في التيه قبة الزمان قبة الزمان باختصار شديد أن الله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يبني قبة وهذه القبة كانت من خشب الشمشاز هو نوع منوع الأخشاب ولا شك ورجح البعض أنه يأخذ من شجرة الأرز المعروفة في لبنان هذه التي تعتبر شعار في علم لبنان المنتشرة في لبنان نظرا لقوة وصلابة عودها فالله أعلم المهم نوع منوع الخشب يقال له الشمشاز بنى هذه القبة التي أمره الله تبارك وتعالى جعل قوائمها وقواعدها من هذا الخشب ثم كساها بجلود الأنعام وشعر الأغنام وزينها بالحرير والذهب والفضة ثم أيضا أمره الله عز وجل أن يصنع تابوتا أيضا من خشب الشمشاز صنعه وجعل فيه كما طبعا كل هذه رواية عن بني إسرائيل فالله أعلم بصدقها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدث عن بني إسرائيل ولا حرط فهي لا توافق ولا تخالف شرعنا فقالوا أنه صنع هذا التابوت والتابوت يعني أشار الله له في سورة البقرة كما قال الله عز وجل إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكنة من ربكم وبقية الآية وهذا التابوت يعني بالمناسبة كان بني إسرائيل يأخذونه حتى بعد زمان موسى في حروبهم وقتالهم يتبركون به وفعلا يرزقهم الله عز وجل النصر ببركة هذا التابوت أنه يحملونه معه لأنه كان من بقايا آل موسى وآل هارون فصنعوا هذا التابوت وجعلوا على حفتيه يعني صورة ملكين من الملائكة لهما أجنحة في زواي التابوت الأربع وكان هذا التابوت في قبة الزمان وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يناجي ربه تبارك وتعالى يدخل إلى هذه القبة ويأتي بني إسرائيل معه فينزل الله عز وجل عمودا من نور يحجب موسى داخل هذه القبة ويكون بني إسرائيل خارج القبة ويسجدون لله تبارك وتعالى ثم يكلمه الله تبارك وتعالى ويوحي له ربه ما يشاء سبحانه وتعالى وكذلك كان بني إسرائيل إذا حزبهم أمر ونزل بهم نازل فإنهم يطلبون من موسى عليه الصلاة والسلام أن يناجي الله تبارك وتعالى فيدخل إلى قبة الزمان ويقف أمام هذا التابوت بين الكروبيين يعني بين هاتين العلامتين والمجسمين للملائكة وقلنا كل هذا كان في زمانه جائزا أما في زماننا مكروه بل قد يصل أمر إلى الحرمة من زخرفة المساجد وتزويقها كما قال عمر الفاروق عندما جدد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لي البناء أكن الناس من المطر أي يحفظهم من المطر والبرد قال وإياك أن تحمر أو تصفر طيب سنذكر بإذن الله عز وجل ما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام مع قارون وقارون هو ابن عم موسى أن قارون هو ابن عم موسى وذكره الله عز وجل بقوله إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وقال الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذب إذن في هذا دليل واضح وبين أن موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قارون إلى فرعون وهامان وقارون هذا الرجل ذكر العلماء كابن كثير وغيره أنه كان منافقا كان منافقا وما أكثر صفات المنافقين في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا قارون كان ابن عم موسى وكان منافقا وأتاه الله عز وجل من الأموال ما لا يخطر على البال أغدق الله عليه من نعمه وفضله حتى وصف الله عز وجل مفاتيح كنوزه وليست كنوزه مفاتيح كنوزه تنوء بالعصبة أولي القوة المفاتيح التي وضعها في هذه الجلود يعجز عن حملها العصبة يعني الجماعة من الرجال الأشداء الأقوية حتى قال أهل العلم كان قارون يحمل مفاتيح كنوزه على ستين بغلا ستون بغلا يحملون مفاتيح الكنوز فما بالكم بهذه الكنوز لك أن تتصور كنوز عظيمة أتاه الله عز وجل كان موسى عليه الصلاة والسلام يعظه ويذكره ليس العيب أن تؤتى مالا أبدا ولكن المحرم أن تسخر هذه النعمة أي نعمة ومبس المال أي نعمة ترى أي نعمة كل نعمة نعمة بصر نعمة سمع نعمة قوة نعمة أمن نعمة أمان نعمة ولد نعمة زوجة كل نعمة فالمحرم والمحذور والمذموم أن تسخر هذه النعم في معصية الله وهذه من أقبح الأمور أن تعصي الله بنعمه سبحانه وتعالى والواجب عليك وعلي وعلى كل إنسان أن يسخر هذه النعم في طاعة الله وفي شكر المنعم ولئن شكرتم لأزيدنكم قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ليش ربي يعذبنا سبحانه وتعالى متى إن شكرنا وآمننا فنسأل الله نجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين المخبتين المنيبين له سبحانه وتعالى فذكره موسى تب إلى الله لا تكن من المسرفين لا تكن من الفرحين لا تكن كذلك ولذلك قال الله تبارك وتعالى في قصته في خواتيم أو في سورة القصص إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بغى تجبر صار طاغية ونعم هذه حقيقة لا بد أن نقر بها أن المال وأن كثرة المال مدعاة للطغيان هذه ما فيها شك ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ كلا إن الإنسان ليطغى متى؟ أرآه استغنى ولذلك يحمد الإنسان الذي يعني يكون التواضع أجمل ويكون الزهد أكمل من الأغنياء أكثر منهم من الفقراء لأن الفقير غصب عليه بيزهد شام أبا هو ما عنده أصلا فقد يلتبس الأمر في حقه هل هو زاهد على وجه الحقيقة ولا زاهد لنه ما عنده أصلا متى يؤجر إذا كان زاهدا على وجه الحقيقة أما الغني الزاهد المتواضع فهذا لا يكون منه إلا لصدق وإخلاص في تواضعه وزهده لله رب العالمين ولو نظرنا في سير الصالحين حتى الأنبياء فموجود في حال الأنبياء وكذلك في حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وكذلك في حال التابعين وأتباع التابعين تجد منهم ومن الأئمة إلى يومنا هذا تجد من أنعم الله عليه بالمال الوفير ومع ذلك تجده من أكثر الناس تواضعه ومن أكثر الناس زهدا ومن أكثر الناس رضا بما قدر الله له وقضاه ومن أجود الناس وأكثر الناس إنفاقا في سبيل الله تبارك وتعالى ولمثلة كما قلت على ذلك كثير جدا جدا في القديم وفي الهديث طيب فقال الله تبارك وتعالى عن حال هذا الخبيث قال وأتيناه من الكروز ما إنما فاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم ولا تفرح إن الله لا يحب الفريحين وبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني يجب أن ينوي المسلم عندما يريد أن يطلب رزقا في وظيفة في تجارة في عمل أن ينوي هذه النية الصالحة يريد من هذا الرزق أن يعف ولده وأهله وأن يوفر لهم الحياة الكريمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح لسعد بيب وقاص عندما حضرته الوفاة وكان رجلا غنيا ولم يكن عنده إلا ابن واحدة بعد فتح مكة وكان خشي أن يموت من هذا المرض ولكن الله أبقاه حتى أصبح فاتح القادسية ووطن القادسية كما معلوم فأراد واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله كله لأنه لا عندها ابنة واحدة فانهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فالثلثين قال لا قال فالشطر النصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير شوف عظمة الإسلام قال الثلث والثلث كثير ثم بيّن له إنك انتذر عيالك أغنياء خيرا من أنتذرهم عالة فقراء يتكففون الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم فتكون هذه النية أن تكرم ولدك أن تكرم أهل بيتك أن توفر لهم العيش السعيدة الهنيئة ثم تذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم أنه عندما آتاهم الله هذا المال لا لكي نكن أشرين بطرين وإنما لنستعين به على طاعة الله فقال الله ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المفسدين يعني ابتغي فيما أتاك ندر الآخرة لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا ما في مشكلة الله وسع عليك البس أحسن الملابس واسكن في القصور وكل أحسن وألذ الأطعمة واركب أجمل وأثمن وأرفه السيارات ليس حراما إذا أدى الإنسان هذا المال وأخذه من حله وأدى حقه أبد بل بالعكس لو نوى الإنسان بهذه الأمور أن يظهر نعمة الله عليه يؤجر على هذا الأمر شوف هذا الدين العظيم لو كان الإنسان ممن وسع الله عليه مشاره سيارة مثلا بثلاثين دينار وعنده فلوس عنده خير ليش يحرم نفسه ولا لازم يخذ سيارة تسعة وسبعين ولا ثاني وثمانين يعني ليش وسع الله عز وجل يتمتع وينوي بهذا الأمر أن يظهر نعم الله عليه فإن الله اسمع حديث العظيم فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فهذا مما يحبه الله وإما بنعمة ربك فهدث فكالله مرهي عليه والله موسع عليه شوف مقتر مقصطر على نفسه وعلى هله وعلى عياله هذا بخل هذا مذموم ليس هذا زهدا هذا بخل فقال له ولا تنسى نصيبك من الدنيا تمتع بما أباح الله بما أباح الله لك قال هذا الخبيث في رده على هذا الكلام قال إنما أوتيت وعلى علم عندي المشهور أو هناك كلام وتفسير لهذه الآية متداول بين الناس وهذا جاء في بعض الإسرائيليات من كتب بني إسرائيل أن معنى إنما أوتيت وعلى علم قالوا كان هذا الرجل يعمل كيمياء الكيمياء فيحول بهذه الكيمياء وهي أشبه ما تكون بالسحل في زمانهم فيستطيع أن يحول الأمور الرديئة إلى أمور ثمينة مثلاً يعني يأتي بقطعة حديد فيحولها ويوهم وفي حقيقة الأمر هو حديد ما تغير لكن بطريقة ما يظهر للناس أنها ذهب غش خداع أكل أموال الناس بالباطل ولكن حقيقة في هذه القصة نظر وإنما والعلم عند الله عز وجل أن تفسير هذه الآية مما يدل عليه سياق الآيات كما رجح ابن كثير وغيره إنما أوتيت على علم عندي يعني أنا كنت أعلم أن الله عز وجل أعطاني هذه الكنوز وهذه الأموال الكثيرة لأن الله يحبني ولكرامتي على الله وهذه معدلة فاسدة يعني بعض الناس يظن يقول أكيد أنا غني أكيد الله يحبني لا مصحيح أكيد أنا بما أن الله عز وجل آتاني مثلا وجها جميلا أو عائلة مرموقة أو قبيلة مرموقة أو منصبا أو مانا أكيد أن الله يحبني ما في علاقة ليس هناك علاقة بين أن ينعم الله على عبد بالغنى وبين أن الله يحبه بدليل أن عامة الكفرة الفجرة الجبابرة كانوا أغنية فرعون مغني غني أبو جهل مغني غني أبو لهب أمية بن خلف هامان النمرود وعليه فقس بل عامة الكفر الفجر هم أغنية ومع ذلك هم من أبغض عباد الله له سبحانه وتعالى لذلك ليس هناك رابط فهذا المجرم سولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يجعل هذا الرابط ليلبس على الناس ليلبس على الناس كما يلبس كما يلبس شياطين الإنس والجن على السذج والسطحيين من المسلمين عندما يغترون بما عليه الكفار من نعم ظاهرة يقول شوف يا أخي بلادهم نظام جوحل ترتيب ما عندهم مشاكل أكيد أنهم صح ونغلط يقصد في الدين أقصدان أكيد هم دينهم صح ونغلط لا مو مشرط ليس هناك رابط بين إنعام الله عز وجل وإغداقه بالنعم على شعب على فرد على أمة وبين أن الله يحبهم هذا لا يلزم كما قلت لكم قبل قليل فقال مثل هذا الكلام يلبس على الناس وأنه عنده هذا المال أكيد أن الله يحبه فقال الله عز وجل ردا عليه قال أولم يعلم هذا قارون أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني ما يفكر ما يتأمل أين القرون التي قبلها أين عاد أين ثمود قوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وقوم إبراهيم وقوم لوط هو يعرف هو يعرف قصص هؤلاء ألم يكون أكثر منه مالا ألم يكون أقوى منه بأسا وأكثر مالا وولدا أين هم جعلهم الله أثرا بعد عين أهلكهم الله إذا ليس هناك رابط بين إنعامه وبين محبة الله لك في يوم من الأيام خرج هذا قارون خرج على قومه في زينته يعني في موكب تتقدمه الحرس والخدم والحشم وتدق الطبول بين يديه وخرج محمونا في قبته وزينته وهو يتبختر ويتعالى على الناس فخرج على قومه في زينته لا شك أن الناس ليسوا درجة واحدة فيهم الصالح فيهم الطالح فيهم العفيف والقنوع وإن كان فقيرا وفيهم صاحب النفس الدنيئة والذي يرى فقره دائما بين عينيه ولا يملأ جوفه إلا التراب فهناس متفاوتون فخرج هذا الضال في زينته فقال بعض الناس الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة قالوا يا ليت لنا مثل ما أتيقار إنه لذو حظ عظيم وهذا يقول حتى بعض الناس في زماننا دائما يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله إذا أتاه الله مالا أف خسي وهذا كل عنده وهذا كل معه أعوذ بالله هذا مصيبة هذا مرض ولله لله در القائل لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله الحاسد يقتل نفسه قبل المحسود لا يأخي أتق الله ولتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن كل شيء عنده بمقدار فإذا أتى الله عز وجل أخاك مالا أتاه حضورا وقبولا أتاه زوجة صالحة أولادا صالحين أي نعم من النعم وظيفة منصب أي شيء من النعم فإياك أن تحسده وإن وجدت من نفسك لأن في بعض الأحيان إنسان ما يتمانك نفسه إن وجدت من نفسك فجاهد نفسك وادعو لأخيك بظهر الغيب حتى تكسر هذه النفس الشيطانية التي تسول لك أن تحسد أخاك فهؤلاء قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون اسم الثاني المؤمن الصالح القنوع قالوا يعني إيش قارون وإيش أموال قارون وإيش أموال الدنيا كل الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة يؤتى بالرجل من أهل الجنة من أهل الدنيا أفقر عباد الله يعني في الدنيا صفعت الدنيا تصفع من فقر لي مراض لي سجون تعذيب يعني أبأس أهل الدنيا لكن تتخيل ولكنه من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في أنهارها غمسة واحدة فقط فيقال له هل مر بك بؤس قط يقول لا يا ربي ما مر بي بؤس قط غمسة واحدة فكيف لو نعن فيها إلى أبد الآبدين إيش نعن بالدنيا ترى هذا مو حشي حشي كلام من شائي من عرف حقيقة الدنيا يصل لهذه الحقيقة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدنيا بأسرها صلوات الله وسلامه عليه ترك الدنيا بأسرها قال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قم فتركها بس إذن مهما أتاك الله من المال مهما أتاك الله من الجاه مهما أتاك الله من المنصب من الوجاه من القوة من 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 في النهاية إلى زوال لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك شوفوا الآن بعض الإخواننا الضباط البعض أنا يقول ملك البعض طيب ما شاء الله تبارك الرحمن تلقى ماسك مناصب قبل لا يتقاعد أبد مخدوم شغلا مشينه شغل عياله شغل حمولته أبد المعاملات ما توقف ما تعود طيلة خدمتي في السلك العسكري أن أحد يقول له لا في بعضهم كذي كل أموره ماشية الكل يتقرب له الكل يتودد له خاصة بعضه كان في الأماكن الحساسة كان في المطار ولا كان في المرور ولا أحدث ولا حرج يعني أنا ما أقول أنه يسوي شيء غلط أنا أقول أنه الكل يتودد له فهذا مما يوسع في جاهه وسلطانه تقاعد اليوم ثاني يوم يخلص ما عملته بيدينه وما أحد يخلص عليه هكذا الدنيا هذا الكرسي أنت قاعد على اليوم دوار باتل بتقوم واحد بقاعد بمكانك هذه الدنيا من الأمير إلى الخفير لا أحد يخرج عن هذه القاعدة هذا النعيم الذي أنت فيه إما أن يذهب ويتركك أو تذهب وتتركه أما أن تبقى معه إلى آبد الآبدين استحاله أي شيء الدنيا هذه الدنيا فلذلك قالوا هؤلاء الأخيار من قوم قارون ومن قوم موسى هذا الكلام يعظون الآخرين قالوا وي لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ثم قالوا ولا يلقاها إلا الصابرون كان سبب خسف الأرض به والعلم عند الله عز وجل وإن كان قد ذكرت في ذلك عدة روايات عن بني إسرائيل وعن غيرهم فالله أعلم بالصواب ولكن المشهور أن هذا الخبيث المجرم المشهور من ذلك روايتان الأولى أنه أرسل امرأة ويبدو من حالها أنها كانت بغيا البغي تتاجر بعرضها هذا البغي أرسلها أرسل هذا الخبيث لتفترع على موسى شوف الإجرام شوف الضياع شوف الخذلان من الله عز وجل والاستدراج سولت له نفسه أن يفتري ليس على رجل من عامة الناس أو على صالح من الصالحين على نبي من أولي العز من الرسل فذهبت إليه وافترت عليه أمام الملأ أنه فعل بها كذا موسى عليه السلام وهو البريء المطهر الطاهر صلوات الله وسلامه عليه التي قالت عنه المرأة الصالحة زوجته قبل زواجها يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين ذكرنا ذلك في قصتي فوعظها موسى وقيل عندما قالت له هذا الكلام ارتعد وأخذته رعدة شديدة من هول هذا الافتراء والإفك ثم ذكرها بالله وخوفها بالله فتابت وعادت واعترفت أن الذي أرسلها هذا الخبيث المخبث قارون فصلى ركعتين موسى ودعى الله عز وجل أن يخسف الله به الأرض فخسف الله به الأرض ومعنى خسوف الأرض ذهابها في غورها أن تذهب الأرض إلى باطنها الرواية الثانية أن هذا عندما خرج في زينته أتى على مجلس موسى وهو يعظ قومه ويعلمهم فوقف وأظهر شيء من السخرية والتحدي لموسى عليه الصلاة والسلام بل اغتر بنفسه وقال لموسى أدعو عليك وأنت تدعو عليه ونرى أينا أحب إلى الله عز وجل فيستجيب الله دعاءه فيه في الآخر فقال له موسى ابدأ أنت فدع هذا الخبيث الله تبارك وتعال الذي هو كافر به شوفوا الجهل المركب فدع الله عز وجل أن يعني يوقع بموسى يوقع بموسى كذا وكذا ولكن الله عز وجل ما استجاب دعاءه بطبيعة الحال ثم جاء دور موسى فدعا عليه الصلاة والسلام وتضرع إلى الله تبارك وتعالى وطلب من الله أن يسخر له الأرض هذا اليوم يعني أن تطيع الأرض أوامر موسى فاستجاب الله له وسخر الأرض له فدعى موسى الأرض أن تخصف به وبقومه فخسفت الأرض أي ذهبت إلى باطنها فهلك هذا الطاغية وأمواله وحاشيته ومن معه من الظالمين هذا الذي ذكره الله عز وجل لنا فخسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فيته ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين من الذي ينصر إذا جاء أمر الله من الذي ينصر إذا جاء أمر الله لا رد لأمره ولا محكم لقضائه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وأصبح وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ناس اللي قالوا قبل يومين قالوا يليت عندنا مثل عنتقارون يوم شافوا أن الله عز وجل العذاب هذا العذاب المنكر قال ويكأن ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن عبادي ويقدر لو لا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون ثم قال الله عز وجل كالتعليق على هذه الحادثة وهذه القصة قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين لا تنساها هذه لا تنساها ما حيت والعاقبة لمن للمتقين تلك الدار الآخرة لمن نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فساد لا استكبار ولا تعالي ولا فساد في الأرض بالمعاصي والآثام والظلم ثم قال والعاقبة للمتقين هذا باختصار ما جرى لقارون بقي لنا أن نذكر أمرا واحدا قلنا أخواني واخواتي جميع هذه الأحداث وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام وهو في أتيه في أتيه في الضياع الذي ضربه الله عز وجل على بني إسرائيل لعدم انصياعهم لأمر الله أن يدخلوا الأرض المقدسة كان موسى عليه الصلاة والسلام يتمنى من الله أن يمكنه من دخول الأرض المقدسة كان يتمنى يود من الله أن يمكنه من سكنة ودخول الأرض المقدسة وهي بيت المقدس فكان عليه الصلاة والسلام طيلة الأربعين سنة وهو يعد العدة حتى ذهب هذا الجيل الجيل الذي قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون فضرب الله عليه متيها في أتيه حتى ذهب هذا الجيل ماتوا يعني أو من كان منهم شابا أصبح شيخا يعني لا تأثير له ولا قوة له واتى جيل آخر الذي تربى على يد موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون فأخذ يعدهم ويمنيهم أن يدخلوا الأرض المقدسة كما أمر الله عز وجل وأن يقاتلوا الجبابرة توفي هارون عليه الصلاة والسلام قبل موسى بسنتين ثم جاءت الوفاة لموسى عليه الصلاة والسلام ولم يحقق له ربنا تبارك وتعالى ما أراد بأن يدخل إلى الأرض المقدسة في قصة وفاته عليه الصلاة والسلام الذي رواها الإمام البخاري رحمه الله والمسلم أيضا في صحيحيهما عن أبي هرير رضي الله عنه قال أرسل أو أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام كان الأنبياء هذه خصائص الأنبياء كانوا إذا نزل بهم الموت يرون ملك الموت ويخيرهم بين البقاء والموت كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم هذه التي روته عائشة رضي الله عنها في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام وقال بل للرفيق الأعلى بل للرفيق الأعلى بل للرفيق الأعلى لأنه خيره بين زهرة الدنيا وأن ينتقل قال بل أنتقل لأجوار ربه فالنبي يخير هذه خاصة الأنبياء فعندما جاءت الوفاة أو حضر الأجل لموسى جاءه ملك الموت وجده موسى وجد ملك الموت في بيته يعني تخيل أن تدخل البيت شوف واحد جدامك طبعا جاءه في صورة بشر وموسى عليه السلام مر معنا مواقفه كيف كان قويا فمباشرة وكذا أكيد دخل بدون إذن إذن هو لس أرد شرا فردت فعل طبيعية ففقع عينيه كما نقول بل قوس بطعينه فعاد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال لربي سبحانه وتعالى أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت طبعا موسى ما كان يعلم من هذا ملك الموت فقال الله عز وجل لملك الموت ارجع إليه فقل له أن يضع يده على متن ثور يعني على جلد ثور فله بما غطت يده بكل شعره سنة كم شعرة واقع كثير لا شك يحط دينا وكي دينا من نفس دينا نجي دي صغيرة وحليا ولا أكيد دينا ما شاء الله كانت كبيرة يعني فوضع يعني يكون له سلوات كثيرة فعاد ملك الموت فعندما رآه موسى مرة أخرى في بيتي عرف أنه ملك الموت فقال له فقال له موسى قال ملك الموت لموسى إن الله يقول لك ضع يدك على جلدي ثور فلك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيش بعد فقال موسى أي ربي ثم ماذا أفرض إن أنا حطيت على ألف شعرة يعني ألف سنة وبعدين شو يصير بعد ألف سنة فقال له ثم الموت جو سبحان الله يعني مهما الموت تعيش ألف ألفين تعيش قبل ذلك ستين سبعين تسعين مئة الموت كل شيء إذا فررت منه فإنك تبتعد عنه إلا الموت كل شيء تفر منه تبتعد عنه إلا الموت كلما فررت منه اقتربت منه إليه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فقال هنا له عليه الصلاة والسلام عندما قاله ثم الموت قال إذن الآن ما في حاجة أن يقعد ألف سنة أو ألفين سنة خلاص الآن لينتقل أجوال ربي فقال الآن ثم دعا ربه هذه الدعوة الأخيرة قبل موته دعا ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر هو اشتاق أن يكون في الأرض المقدسة في بيت المقدس ولكن الله عز وجل لحكمتي ما قدر أن يكون خروج بني إسرائيل من التيه إلى بيت المقدس في زمان موسى فتمنى هذه الأمنة الأخيرة وهو الآن خلاص يودع هذه الدنيا فقال أي ربي أدني منها رمية حجر فاستجاب الله له فأدناه من بيت المقدس رمية حجر ودفنهم هناك صلوات الله وسلامه عليه أخيرا كما قلنا قبيل وفاة موسى عليه السلام إذ أن الثمر بدأت حان قطافها بمعنى أن بني إسرائيل تربوا في هذه السنوات على يدي موسى تولى الأمر من بعده فتاه كما قال الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع ابن نون هذا يوشع ابن نون هو الذي تربى على يدي موسى وأتاه الله عز وجل النبوة بعد ذلك فهو الذي بتقدير الله عز وجل بوفاة موسى في التيه انتهت مدة التيه وهي الأربعون سنة فقضى الله عز وجل على بني إسرائيل أن يخرجوا من التيه بقيادة يوشع ابن نون عليه السلام متوجهين إلى بيت المقدس وفعلا دخلوها بعد أن هيئهم وجهزهم وأقبلوا على الله عز وجل وقدر الله تبارك وتعالهم فتح بيت المقدس بعد أن حاصروها وكان القتال مريرا معركة عظيمة مع الجبابرة الكنعانيين والفزاريين الذين كانوا يسكنون الأرض المقدسة قبلهم فكانت معركة يعني محتدمة ويوما من أيام الله تبارك وتعالى وأوشكت وكان يوم الجمعة وأوشكت الشمس على الغروب فإذا غربت الشمس سيدخلون في ليلة السبت وفي يوم السبت ومعلوم أنه محرم عليهم أي اليهود أن يعملون أصلا في يوم السبت محرم عليهم أن يعملوا أن يعمل في يوم السبت إلى يومنا هذا كما تعلمون اليهود يوم السبت يعطلون ما في عمل عرام ما يجوز فوقعوا في مشكلة الآن القتال لم ينتهي وبدأت بوادر الانتصار وسقوط المدينة في أيديهم وهو يرتقب الشمس يعني كأن عينه على القتال والعين الأخرى على الشمس يسابق الزمن حتى لا تغرب الشمس فعندما وجد أن الأمر سيذهب وأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لفتح المدينة دع الله عز وجل يوشع منون كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الله تبارك وتعالى هذه الشمس وأن يؤخرها كما بيّن صلى الله عليه وسلم في مسلم محمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس حبست هذه الشمس ما أخذت تجري يعني لتغرب جهة الغروب حبست في مكانها فأكمل القتال حتى فتح الله تبارك وتعالى عليه بيت المقدس ثم بعدما فتح الله عليه بيت المقدس أوحى الله إلى يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس سجداً لله وشكراً كما فعل صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة كيف دخلها؟ هل دخلها بطريقة القادة الفاتحين المتكبرين؟ أبداً إنما دخلها صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر وهو على ناقته وقد طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام تواضعاً لله سبحانه وتعالى أن من عليه بهذا الفتح العظيم فهنا كذلك أمر الله بني إسرائيل أن يدخلوا البيت المقدس يعني الأرض المقدسة سجداً فما كان منهم أو ما كان من بعضهم من بعضهم إلا أنهم عادوا إلى عادتهم القديمة من الاستهزاء والسخرية بأحكام الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى فبدل الذين ظلموا منهم ليس كلهم فبدل الذين ظلموا منهم قوناً غير الذي قيل لهم بدل أن يقولوا أن يدخلوا سجداً وأن يقولوا حطة يعني يا ربنا حط عنا خطايانا وقولوا حطة أي حط عنا خطيانا وذنوبنا بدل أن يقولوا ذلك وأن يتوبوا إلى الله وأن يدخلوا سجداً ماذا فعلوا هؤلاء المجرمون قالوا حبة حنطة أو حنطة في شعير استهزاء وبدلاً من أن يدخلوها ساجدين على رؤوسهم دخلوها وهم يمشون على أستاههم على مقاعدهم المقعدة استهزاءً بأمر الله لهم فانتقم الله عز وجل من هؤلاء الظلمة كما قال الله عز وجل فانزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون قال أهل العلم هذا الرجز كان هو مرض الطاعون الفتاك أصاب هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم واستهزأوا بأحكام الله عز وجل أما الباقول مكثوا في بيت المقدس إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى ومكث فيهم يوشع بن نون حتى توفاه الله عز وجل نقف إن شاء الله عند هذا الحد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته